حبايبي السلام عليكم ازايكو ان شاء الله هتكونوا بخير بعد ما انتهى chapter 1 statics اللي هو chapter friction بنعمل النهاردة مع بعض summary على chapter كله summary ده يشمل شرح لكل حاجة اخدناه في chapter ده هارض عليك شرح هارض عليك القوانين والطريقة بتاعتهم ونستخدمهم ازاي وبعد كده هناخد مسائل متنوعة مسائل حلوة جدا مسائل قوية جدا مسائل من امتحانات المركز القومي الامتحانات مسائل من موقع نجوة مسائل من المعاصر مسائل من كتب تانية حضرتك هتستفيد جدا جدا المسائل المتنوعة اكتب مدرسة كمان معاهم ونمازج هتلاقي الدنيا ماشية معاك حلو جدا ان شاء الله تابعني وبعد ما تتابع ان شاء الله وكله تمام عندك افتح بقى ورقك وذكر منه وباذن الله ان شاء الله تعمل احسن اداء ممكن chapter one friction chapter one friction بصوا معايا كده قلنا كلمة friction معناها الاحتكاك friction معناها الاحتكاك ده ده ضاغط على الhorizontal plane فالhorizontal plane بيطلع reaction لفوق اي ضغط بيطلع reaction العكس بتاع الضغط تمام دول متساويين طبعا ومفيش اي حركة خلاص دول قد بعض اول محضرتك تشد بفورس كده طبعا شدية شمال او شدية يمين ما بتفرقش ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان البادي ده المحطوط على الارض دي او الراف بلين ده الراف بلين مش بيسمح بيمنع البادي ان هو يتحرك بيحاول يمنعه بحاجة اسمها friction بيحاول يمنعه بحاجة اسمها احتكاك بيحاول البادي ده ان هو يعطل البلين ده بيحاول ان هو يعطل البادي ان هو يتحرك بيعطله ازاي بيعطله العكس يعني انت تشد كده فالبلاين ده بيعمل احتكاك مع البادي وبيعطله ان هو يتحرك فبيعطله بحاجة اسمها فورس فريكشن تظهر ناحية تانية كده دي اسمها الفريكشن فورس الفريكشن فورس هي القوة المانعة للحركة الفريكشن فورس هي القوة اللي بتمنع الجسم ان هو يتحرك على قدام يعني لو حضرتك هتحرك الجسم يمين فالفورس فريكشن بتظهر شمال لو انت هتحركه شمال الفورس فريكشن بتظهر يمين ساعة ما البادي ده بيتشد بفورس فبتظهر قوة الاحتكاك اللي هي الفورس بتاعتك الفورس فريكشن الفورس فريكشن امتى امتى تبقى بزيره لو الجسم واقف كده ما بيتحركش ومحد تشده ايه اللي هيخلي فيه احتكاك ايه اللي هيخلي فيه فريكشن ولا حاجة طبعا ساعتها حضرتك يعني الفورسو فريكشن بتاعتك ملها الفورسو فريكشن بلونجس تو زيرو الفورسو فريكشن بزيرو بدأ من زيرو ومش بتزيد طول ما انت واقف في حالك ما حدش بيشدك امت حضرتك تبدأ الفورسو فريكشن تظهر وتبقى لها فاليو اول ما حد يبتدي شدك كده فحضرتك بتلاقي الارض بتعمل مع رجلك احتكاك الارض مش عايزك تتحرك فرجلك بتحتكب الارض وحضرتك الفورسو فريكشن بتبتدي تعلى وتعلى وتعلى وتزيد لغاية ما البادي ده اللي هو ده يبقى is about to move اول ما البادي بقى is about to move بيزهر للارض دي اعلى فريكشن ممكن وحضرتك اول ما البادي بقى is about to move الفورسو فريكشن بتوصل للحالة الماكسمم وبيسموها limiting friction ايوه يعني دي باسمها limiting friction بتوصل للحالة الماكسمم اه امتى توصل للحالة الماكسمم لما البادي يكون is about to move اول ما البادي يكون is about to move الفورسو فريكشن بتوصل للحالة الماكسمم تمام حدقال لي تمام لما يكون البادي ما بيتحركش ادي الار النورمال رياجشن ده اسمه النورمال reaction وده بيسوي الويت اللي تحت جميل اول ما تبتدي تشد الفورس أو فريكشن تدي تزيد 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 اول ما البادي بيزبه وتموف دي زادت قوي و النورم reaction بيطلع من وراها reaction عامل كده حضرتك هذا reaction بيسموه R' اللي بيسموه resultant reaction واحد قال لي جميل قوي وحشبه لك الموضوع بحكتم بمنطقة البساطة يعني انت واقف كده ومحدش اصلا قرب منك فانت مش عامل احتكاك مع الارض بالفريكشن او الفورسة فريكشن بتاعد الارض للجسم اللي هو عليها ب zero حضرتك بدأ حد يشدك اول ما يبتدي حد يشدك انت بتعمل ايه بتروح ضاغط برجليك في الارض علشان ما تتحركش معاه ضغطة دي مع الارض بتعمل حاجة اسمها احتكاك بتعمل فريكشن اللي هو ده كمان حضرتك لو تلاحظ جسمك من فوق هتلاقي ان لما حد يشدك انت بترمي ظهرك على ورا اللي هو ده يعني حضرتك لما حد يشدك يمين بتظهر فورسة فريكشن شمال وبتظهر ار داش اللي هي كانت ورا الار زهرت ار داش اللي هو رمية ضهرك على ورا تمام وبينهم ساعة ما البادي يكون بتظهر حاجة اسمها لامضة اللي هي الانجل اوف فريكشن لامضة اللي هي الانجل اوف فريكشن يبقى في الحالة الريست العادية وحضرتك واقف كده ما بتتحركش محدش بيشدك مفيش فورسة فريكشن الفورسة فريكشن بزيرو تمام ومفيش ار داش الار داش هي الار واحد قال لي يعني في حالة عدم الحركة والجسم لسه ما بقاش ازا باوتموف ولا حد شده الار والار داش بيساوه بعض اه والفريكشن فورسة بزيرو اه طبعا يعني معنا كده حضرتك الار داش اصلها ار ايوا طيب اول ما حضرتك انت شديدت الجسم والبادي بقى ازا باوتموف بتظهر حاجة اسمها الكو اوفشن اوف ستاتيك فريكشن ايه الكو اوفشن ده بيدول الرمز ميو عامي زي الام الكابيتل كده بس مش كامل لغاية تحت الميو دي مش حاجة موجودة قدامك الميو دي حاجة هم اخترعوها عبارة عن رايشيو بين الفورسة في الحالة الماكسوم over النوربي اكشن يعني حضرتك الميو دي مش حتظهر لما يكون البادي ازا باوتموف واحد قال لي ليه عشان الاف ماكسموم لازم تظهر والاف في الماكسموم امراها ما تظهر لما يكون البادي ازا باوتموف حضرتك ودي دي كده يبقى الفورس في الحالة الماكسوم equal mu r يعني حضرتك الفورس of friction اكبر value لها هي الميو r واصغر value لها كام 0 يبقى الفورس of friction belongs to من 0 لغاية ميو r حضرتك لما يجيلك في الامتحان يقول لكم الفورس of friction belongs to تقول له من 0 لغاية ميو r والزيرو ده تعمله closed ايوه لو في جسم واقف محدش بيشده واحد قال لي طب لو حد بدأ يشده يبقى الف belongs to من 0 opened يعني انا هقول لك كده if force acts on body therefore الفريكشن force belongs to من 0 opened لغاية ميو r علشان حضرتك الفريكشن ساعة محدد حيشدك الفريكشن بدأ يزيد عن 0 فساعتها 0 يبقى opened تمام وديد دي كده بقت الف الحالة الماكسمم بتساوي ميو r يبقى الفورس of friction عمتا لما لما body is about to move يبقى بتساوي ميو r يعني الف الحالة الماكسمم بتساوي ميو r وتحل كده على طول ساعتها لو الفورس من وصلت للحالة الماكسمم بتساوي ميو r وصلت للماكسمم تمام حضرتك تعال انا نتكلم عن resultant reaction وقبل ما تكلم عن resultant reaction هقولك عن الانجلو فريكشن اللامضة دي لو انا قفلت triangle 90 كده ونقلت الفورس دي بالبارلل فوق زي ما قلنا قبل كده فالفورس في الحالة الماكسمم نقلتها فوق هنا حتلي من التريانجل ده tan lambda واحد قال لي tan lambda سهلا tan opposite اللي هو الف الحالة الماكسمم over adjacent من ال adjacent اللي هو اللي جنبها اللي هو r f الحالة الماكسمم على r tan lambda بتساوي ده ايوة واحد قال لي الله ده tan lambda بتساوي ده والف الحالة الماكسمم بتساوي ده واحد قال لي تمام يعني دلوقتي الميو بتساوي f الحالة الماكسمم على r والتان لامضة بتسوي F الحالة الماكسما على الار اه يعني الميو والتان لامضة بيسوي بعض ايوا اللي اتنين دول هما هما نفس الحاجة when the body is about to move يا جماعة كل دايبوز ويتهد ويبقى ملوش لازمة لو الbody مش is about to move لو الموشن مش is about to start لازم الموشن توبي is about to start او الbody is about to move عشان افهم ان الاف في الفورسة وفريكشن وصلت للحالة الماكسما على الار عشان افهم ان الار داش ميلت على وراء قوي وفتحت اكبر انجل بينهم للار اسمها لامضة لالانجل وفريكشن لامضة لالانجل وفريكشن عشان افهم ان التان لامضة بتسوي F ماكسما على ار يعني الميو والتان لامضة بيسوي بعض كل دا بافهمه من كلمة is about to move واحد قال لي والار داش تعال بص كده في الترائيانجل الناينتي الحلو دا الترائيانجل الناينتي دا مش الهايبوتيني بيسوي دا باور تو بيسوي دا باور تو بلاس دا باور تو عشان دا بي انجرس او يعني ار داش باور تو ايكل ار باور تو ر باور تو بلاس اف ماكسما على على ار باور تو بلاس اف الحلو طب متشي الحلو الماكسما situation تحط لها ميوار يميل حطيت هنا ميوار يبقى R' equal root R squared plus mu squared R squared خد من هنا R squared common يبقى R squared one plus mu squared هات الروت للR squared يبقى R root one plus mu squared وده القانون بتاع R' اللي حضرتك بيه حتجيب R' لهو طلب منك resultant reaction بكامل ده أكبر value للresultant reaction يعني معنى كده resultant reaction ليه R' belongs to أقل value لها ساعة ما R' و R بيصاوا بعض ساعة ما فيش لسه حد شدك فما فيش أصلا friction ولا أي حاجة حصلت والmaximum value لها اللي هي R root one plus mu squared كده ولو force acts يبقى R' belongs to أيوة من R opened لغاية R root one plus mu squared يعني دايما ده يا جماعة دايما ده closed closed لو ما فيش فرصة أثرت على الbody أول ما تدخل فرصة تأثر على الbody تبقى دي ايه opened ودي كمان opened فين القوانين واحد قال لي القانون الأولاني هو أول ما بحل المسألة ويقول لي body is about to move اللي في الحالة الماكسر ويسميها ميو R واشتغل وطبعا ده ميو S اللي هو ميو ستاتيك لو انت body is about to move دي أكبر ميو في الدنيا وساعات حضرتك الميو تان لمدة قد بعض اللي هي الانجلو فريكشن والانجلو فريكشن هي اللمدة بتوين الارين بتوين R و R' واحد قال لي كلام جميل وزي الفل ايه كمان اقول لك مش انت عارف من قولة سنوي ان 6 power 2 سيتا minus 10 power 2 سيتا equal 1 واحد قال لي قادة قانون قديم قوي ايوه ودي دي ناحية التانية يبقى 6 power 2 سيتا equals 1 plus 10 squared سيتا واحد قال لي جميل وبعدين وبعدين حضرتك ما شاء الله عليك هتشيل الار داش دي اللي هي بتساوي R root 1 plus 10 squared واحد قال لي هي الميو اللي هي ايه الميو اللي هي تان لمدة هي مش الميو هي تان لمدة اه هتشيل دي وحط ودقالها تان سكويرد لمدة مشان هي ميو سكويرد يبقى R root 1 plus 10 squared ايوه 1 plus 10 squared ايه 6 squared يعني اقدر اشيل 1 plus 10 squared لمدة وحط 6 squared لمدة ايوه وتبقى اللي جابة R سك لمدة عشان الروت يضيع الباور 2 اه ده قانون تاني للار داش لو سمحت تحطه عندك كده في الاعتبار علشان ممكن تحل بيه لو انت عندك الجيفن بسيط والانجل موجودة R داش قانون R داش قانون تاني كده قانون للار داش لما يكون لما يكون بدأ من زيرو او الار داش بدأ من R ده معانا ان فيش فورس اصلا شادة الجسم والجسم واقف حاله ودي الماكس من فاني بتاعتها عشان لما يسألك في المتاحانه يقول لك هي بيلونج من كام لكام تبص لو في فورس ما اثرتش على الجسم يبقى انت بدأ من زيرو كلوزد او بدأ هنا من R كلوزد لو في فورس اثرت على الجسم يبقى انت بدأ من الزيرو ومن الر برضو بس اللي بتين دول أوبند تمام؟ ده الملخص الجميل طب احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي حضرتك لما يكون عندك بادي والبادي ده شادته فورس والفورس دي هوريزونتل شنده بايمين او شمال ما تفرقش حضرتك بتحط الR فوق بتحط الويد ده تحت الويد ده تحت وسيادتك بتقول الF ليه الفورس اثرت في الحالة الماكسيمم بتساوي ميو ار لو قال لك الBody is about to move لو قال لك الBody is about to move يبقى دي وصلت للحالة الماكسيمم بمتساوي ميو ار لو ما قال لكش is about to move اوعد حط الF دي في الحالة الماكسيمم اوعد سواها بالميو ار هتكتب هنا F بس ليه force of friction فقط وبعد كده تسوي اللي فوق باللي تحت واليمين بالشمال ال R داش ما تحطهش في الرسمة اصلا وانت شغال ده موضوع زي ما انت شايفه كده موضوع جميل وسلس وبسيط وسريع وحبص معاك على حاجة تانية اكمل لك لو هو جاب لك الفورس بقى كده لو جاب لك الفورس طبعا هنا ال weight هنا ال R وجاب لك الفورس المايلة attention force اللي بتشد جسم مايلة مايلة بأي انجل بقى 30 او سيتا او اي حاجة اول حاجة بتعملها الفورس تعملها resolution كده هنا وهنا resolution بيحصل بين اتنين perpendicular دي السيتا جنب الاكسس ده طبعا هنا T cosine theta دايه من السيتا لما تكون جنب اكسس دي بقى هو اللي بياخده cosine وهنا T sine theta بقى ديه اول body ده هيتحرك في الاتجاه ده في اتجاه T cosine ساعتها انت بتروح حاطة force of friction العكس الناحية التانية لو قالك في tension force شدت الجسم وقالش body is about to move سيبها force of friction كده وولي اللي فوق طبعا ده بلاس ده equal اللي تحت ويمين بيساوي شمال وحل لكن لو قالك body is about to move وصلت للحالة الماكسوم ساعتها تقول انها بتساوي mu r ده اسمه limiting friction when the body is about to move ساعتها اول T cosine theta بتساوي mu r وول r plus T sine theta بتساوي w طبعا انا بحكي لك شوية التفاصيل اللي بتحصل جوه المسائل تمام بس ده بالنسبة للهوريزونتل واحد قال لي طب بالنسبة لل inclined بقص في inclined plane في اساسيات هقول لك عليها حضرتك مثلا عندك inclined plane عامل كده هنا في سيتا مثلا بتحط هنا body وبتعمل كده reaction بتاعه لازم يكون perpendicular على plane ده weight اوة حد فيكو يروح مطول weight يقول لي ده r لا weight اهو نازل break it down والr perpendicular على plane بعمل extension صغير للr كده لورا لتحت والسيتا دي بتتنقل هنا لانا لتنين انجل زور قضي بعض وبتعمل زيوش للweight على دي و دي هنا w cos theta وهنا w sin theta اوة تنسى ان دول اساسيات يعني اساسيات يعني حضرتك هنا دايما الr berbnik airplane دايما هنا الweight وتعمل resolution وتلغي الweight هنا دايما w cos و هنا w sin يعني اساسيات يعني اماكنهم ما بتتغيرش واحد قال لي اماكنهم ما بتتغيرش لا ما بتتغيرش يعني هنا دايما w cos sine و هنا دايما الw sine وحد قال لي طيب ايه اللي هيحصل بعد كده هيحصل بعد كده ان هو هيجيب لك انواع من forces تشد الجسم وهدالي انواع يعني ايه يعني مثلا يقول لك force parallel to the line of the greatest slope شد الجسم ممكن يقول لك body كده وال theta هنا وده weight وهنا طبعا r بتحط بتعمل extension بتحط theta هنا بتعمل هنا w cosine theta وبتعمل هنا w sine theta وبعد كده ممكن يجيب لك force inclined of the greatest slope يا جماعة الخط ده اسمه inclined plane أو بيسموه line of greatest اسمه كده line of greatest slope slope واحد قال لي جميل هم بيسموه كده اه بوقت يقولك بقى الفرص اللي بتشدك mile line of greatest slope mile كده مثلا بانجل ولتكن اي حاجة 30 alpha اي حاجة وانت تروح رايح على الفرص دي عمل resolution هنا وهنا هنا t cosine alpha وهنا t sine alpha ولغ t وبعد ما تعمل كده وتخلص تمام تمام وزي full اه تروح حضرتك تبتدي بقى تشوف body ده هيتحرك ازاي مش معنى والكلام ده انا قلته كتير في الحسس بتاعتنا مش معنى ان في force اتجاه ها لفوق ان body ده لازم يتحرك لفوق مش بالضرورة ممكن force دي تبقى قوية وتحرك الجسم على فوق وممكن تبقى ضعيفة والجسم يبقى to move لتحت احنا مش عارفين هو يقول لي هو يقول لك force دي هتشد اتجاه الفوق يقول اللي يقول ه لكن انا يهمني ده هيتحرك ازاي لو قال ال body is about to move up لو body is about to move up يبقى الفرص دي قوية وساعتها بحط هنا الميو r عكس الحركة اللي انت فهمتها عكس الحركة اللي انت فهمتها بحط الفرص لفوق ومعرفش ال body ده هيتحرك ازاي لغاية ما هو يقول لي وساعت ما يقول لي ال body ده هيتحرك على فوق بحط الميو r لتحت اصل هو لو اتحرك على فوق او نوي يتحرك على فوق يبقى دي قوية وال w c تغييل ضعيفة ساحية بحط الميو r دايما مع الضعيفة بحط الميو r عكس الحركة اللي انا فهمتها الحركة نوية الفوق يبقى الميو تتحط لتحت تمام طب افريد قال لك body is about to move down بحط الميو r العكس بحط الميو r لفوق طبعا انا انا مش بقول دي المسألة انا بقول افتراضات يعني فرضا لو قال لك بال بحط الميو العكس نتحت لو قال لك يبقى دي ضعيفة ويبقى ساعة تحط الميو r مع ضعيفة يعني اتجاهها عكس ده بالنسبة ازاي بتحط المي ور واحد قال لي طب لو ما قالش لو ما جابش سيرة المي يعني مين القوي ومين الضعيف ما قاليش البادي ازا باوت تموف اب ولا داون ما تكلمش احط المي ور ازاي ساعتها هو حيديلك دي برقم وانت تحسب دابلي ساين سيتا بالكالكليتر بكام هتلاقي دي اكبر من دي يبقى دي قوية يبقى الحركة نوعية الفوق لو لقيت دي اللي هي تي اقل من دابلي ساين سيتا يبقى دابلي ساين سيتا هي الاكبر يبقى الحركة نوعية التحت يبقى تحط المي ور العكس يعني دايما نشوف مين الكبير وفي كلمة منتشرة جدا بيقولك الفورس دي جريتست فورس او بيقولك ليست فورس لكن ساعة يقولك الفورس اكتنج ان دا بادي مالها بريفينت سلايدنج كلمة بريفينت سلايدنج دي معناها معناها ان حضرتك الفورس بتاعتك دي ضعيفة يعني البادي is about to move down اول ما يقولك ان الفورس بتاعتك بريفينت سلايدنج بتعرف ان هي يدوب منع الزحلقة يدوب البادي يعني يدوب 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 البادي خلاص هيتزحلق منها فمافى من كلمة بريفينت سلايدنج دي معناها البادي is about to move down ولو البادي is about to move down يبقى انت بتحط المي ور عكس الحركة اللي انت في امتقى اكيد لفوق تمام؟ في حاجة برضو بسيطة هنا بقى لو ما فيش فورس اصلا دخلت اثرت على البادي دا البادي دا محدود كده خلي بالكم اللي انا حقوله دا محدود هنا على بلين ميل بانجل سيتا تمام؟ والبادي دا البادي يهو is about to slide واحد قال لي البادي is about to slide آه البادي is about to slide آه لوحده آه في اي فورس شدته كده مثلا شدته كده مثلا لا مفيش واحد قال لي طب الوضع هيكون ازاي بقى حضرتك لما يقولك البادي is about to slide وانت تبص على البادي ملاقيتش فورس اصدخلت في المسألة شدته ولا زقته ولا جاءت نحيته واحد قال لي اه ساعتها يبقى الميو واحد قال لي انا عارف ان الميو هي تان لمضا ايوه الميو ايكول تان سيتا يعني السيتا واللمضا قد بعض واحد قال لي يا سلام ايه الكلام دا ايوه يا عم دلوقتي حضرتك لما يكون البادي دي is about to move down مش هنا بيقى فيه R ايوه وهنا بيقى فيه الweight ايوه وهنا بتعمل extension R تحطينا سيتا تمام؟ وهنا W cosine سيتا وهنا W sine سيتا اه وانت قلت لنا اكيد اكيد هيتزحلها على تحت قلت يبقى الميو ايوه تتحطي العكس قلت وساعتها اللي فوق بيساوي اللي تحت بقى R بتساوي W cosine سيتا تمام؟ ويمين بيساوي شمال يبقى ميوه R بتساوي W sine سيتا تمام؟ واشيل ال R وحط بدلها W cosine سيتا زي الفل واشطب ال W مع ال W شطبت ونزل ال cosine تحت السين وساعتها ستانتك ان الميوه بتساوي تان سيتا حلو كده كده الميوه معروفة انها تان لامضة يعني كده الميوه اللي هي تان لامضة بتساوي تان سيتا امتا الميوه اللي هي تان لامضة يعني امتا الميوه بتساوي تان سيتا دي When the body is about to slide under the effect of its own weight يعني تحت تأثير وزنه بس مفيش فورس خارجية قصرت عليه ساعتها البادي بيكون محطوط هنا وعلى واشق نوعه يتزحلق ساعتها كلنا نفهم ان السيتا واللمضة دول قد بعض كلنا نفهم ان الميوه بتساوي تان سيتا يعني لما يديك الانجل دي هتلاقي تان انت كده جبت الميوه طيب لو افل البلين شوية وخلى السيتا دي صغيرة ساعتها السيتا قل من لمضة وساعتها البادي هيبقى طيب لو فتح السيتا قوي وكبرها كبر السيتا قوي وخلى السيتا اكبر من لمضة ساعتها البادي اكيد بقى مش هيبقى الايكوليبريم is not in equilibrium وساعتها كلنا بنفهم وزي ما قلت قبل كده يبقى البادي ما له موفينج يا جماع الحالة بتاعت سيتا بتساوي لمضة اللي هي الميوه بتساوي تان سيتا الحالة بتاعت سيتا اقل للبادي اعترست الحالة بتاعت سيتا اكبر اللي هي البادي موفينج عمر الحالات دي ابدا ابدا ما حضرتك تستعملها وفيه فرص في المسألة هذه الحالات خاصة بعدم وجود فورس في المسألة تمام واحد يقولي طب نبص على حاجة تانية يلا بينا نبص على حاجة تانية لو جاب لك انكليند بلاين كده وحطتلك هنا بادي وطبع انت عارف البادي ده ليه ويت وهنا في رياكشن عملت اكستينشن الرياكشن ده وحطيت هنا سيتا بقت هنا دابليو كوزاين سيتا وهنا دابليو ساين سيتا وقال لك ان فيه هوريزونتال فورس وهدقلي هوريزونتال ازاي يعني بتبقى زي سطر الكراسة كده هوريزونتال فورس شدت الجسل طبعا السيتا دي بتكنيقل هنا من غير نقاش حرف الاف كورسبوندين لشان دول بارلل لبعض حرف الاف وبعد كده بعمل رزيليوشن لمين بعمل رزيليوشن لتي بعمل هنا مرة وهنا مرة بعمل هنا تي وهنا تي السيتا قريبة لده يبقى تي كوزاين سيتا وهنا تي ساين سيتا والجدي واحد قال لي وحط المي ار فأني اتجاه مش هتحط المي ار على مزاجك حضرتك مشكلة طلبة سانوية عامة كلها ان هو لازم يفهم الجسم ده يتحرك ازاي هو هيقول لك الجسم ده يتحرك لفوق او لتحت وهدا لي ساعتها هعرف تمام طب ما قالش انت بنفسك لازم تحسب تي كوزاين سيتا بكام وو ساين سيتا بكام عشان لو حد فيهم اكبر يبقى على طول بفهم ان الفورس الاجبر هي اللي شدت الجسم احياته يبقى لو ده اكبر الجسم هيتحرك لفوق لو ده اكبر يبقى الجسم هيتحرك او ناوي يتحرك على تحت صحيح انت هبقى حط المي ار العكس يعني لو قال لي يعني هيتحرك كده اول ما يقول لك هيتحرك لفوق يبقى انت بتحط المي ار عكس الحركة اللي انت فهم ده تمام انا كل انا عملتوا ده ان حضرتك عملتها لك بس كده لشوية حاجات حضرتك لازم تكون ان شاء الله فاهمها ولازم تكون ان شاء الله مستوعبها وطبعا للاحتكاك بالمساء هو الاحتكاك الافضل افضل من القوانين افضل ما بص على كل قانون واشوف القانون ده ايه وطبقه ازاي جوا المسألة اطبق احفاظه طبع لا 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 المسائل هي اللي بتقولك ازاي انت بتستخدم القوانين مش حاجة تانية خلاص حضرتك افهم بس حاجة واحدة ان انت لما يكون عندك جسم كده وبتشده فورس كده فالفورس دي لو هي تبقى ضعيفة ولو خلت البادي تخلي البادي is about to move down والقوية بتخلي البادي is about to move up خلاص دي لو greatest فورس ودي لو ليست فورس واحد قال لي اه خليك عارف بقى ان البادي ده لو دي ضعيفة وخلت البادي ده حيتزحنق على تحت واحد قال لي اه وكانت مثلا عشرين دي ممكن تجبر من عشرين لغاية تلاتين وتحفز على الاكوليبين برضو العشرين تخلي البادي is about to move down الواحد وعشرين لتين وعشرين لتلاتة عشرين لاربعة عشرين لخمسة عشرين تخلي البادي مستقر ستة عشرين سابعة عشرين تمانية عشرين تسا عشرين تلاتين الثير تتخلي البادي is about to move up يعني من هنا لغاية هنا دي بيسموها the limits of force which makes equilibrium the limits of force which makes equilibrium ال 오픈 لازم اتم عارف ان في حدود الجسم بيتحركش ده ما بيتحركش لا يتحرك مع العشرين لا يتحرك مع الثلاثين لا يتحرك لكن حضرتك مع العشرين فيه قلق انه هو يتزحلق على تحت بديه اضعف واحدة ومع التلاتين الجسم نووي يتحرك على فوق فدوء ادي اقوى واحدة من عشرين لتلاتين الجسم ده لا يتحرك بس فيه حدود للفورس من الى اللي هي بتوصف او بتخلي الجسم مستقر في مكانه بس فيه مستقره حيتزحلق وفيه مستقره ونووي يطلع على فوق تمام والحاجة الصغيرة الاخيرة اللي انا احب اقولها لكم هنا انتوا اخدتم الميوستاتيك دي اكبر ميو في الدنيا اكبر في الدنيا ساعة ما البادي يكون الارض بتبزل اكبر مجهود ممكن واكبر مجهود ممكن واكبر محتكات ممكن عشان الجسم ده ما يتحركش لكن ساعة ما الجسم يتحرك المقاومة بتاعت الفريكشن بتنهار الفريكشن ما بيبقاش قادر يسيطر خلاص يعني انا مثلا عامل كده واحد بيشديني وخلاص برمي ظهر يروره ومش بتحرك بس ساعة ما يشديني خلاص رجلية اتحركت وما بقيتش الارض قادر تعمل الفريكشن المطلوبة تمام فبتظهر حاجة اسمها ميو كي طبعا ميو اس دي اللي هي دي معناها ستاتيك ودي معناها كايناتيك دي ايه بقى؟ واحد قال لي دي بتبقى قدي دي؟ لا دي اكبر حاجة في الدنيا اكبر ميو في الدنيا هي الميو ستاتيك طول العمر، ليه؟ لان انت عارف ان الميو اصلا بتساوي الفورس في الحالة الماكسموم على النورم ريكشن، النورم ريكشن ده ثابت الفورس في الحالة الماكسموم هي الفورس اللي هي اللي هي اللي هي اكبر احتكالك ممكن لما انت بتتحرك الفورس في الحالة دي بتقل فتخيل دي بقى قلت وصغرت بقسمها برضو عن نفس الار فطبعا الميو هتطلع اقل فكده الميو كيف ساعة الحركة بتكون اقل من الميو اس قبل الحركة او لما توبق دي على واشك الحركة يبقى دايما دايما جماعة الميو ستاتيك فريكشن اكبر من الميو اف الكيناتيك فريكشن بس دي الحاجة الوحيدة الصغيرة الفضلة كده كل القوانين انا عملت لها كوفرينج حلو شطرت الطالب بعد ان هو يعمل ايه يمسك ورقة وقلم طبعا انا عارف ان انتو كتبين قبل كده وعملين ورق ليكو ومزبطين حالكو وشارحي القديم انتو كتبينه واشتغلتو فيه كويس قوي لكن لو في حد يحب يلخص من اللي انا عملته النهاردة ويراجع مع اللي عمله الورق اللي عمله القديم جميل مش حابب كده انت حر لكن انا شايف ان انت لو كتبت الكلام كله في ورقة كده حطيتها جنبك وبصيت على المسائل وانا بحلها حتلاقي قانون قدام عينك على طول فهيبقى سهل قوي عليك وعلى مخك لان انا عايز اوصل معك لمرحلة ان احنا مش عاوزين نبص في ورق المفاهيم ايه ربما حاجة ايه ربما هو ييجي اخر السنة يقولك مش هيبقى فيه ورق مفاهيم في الامتحان هتبقى مصيبة فانا بقولك من اول السنة هو بلاش حضرتك تحط تركيزك وتحط يعني اهتمامك وتبقى متأكد أنه هجيب ورقة مفاين ممكن لا طيب ممكن جاب لك ورقة مفاين بس ما فقاش القانون اللي انت عاوزه هتعمل ايه تبقى مذكر القوانين أفضل وعارف الفكرة وفاهمها خلاص دلوقتي يا جماعة هنتوكل على الله وحنبدأ مع بعض مسائل هنعمل مسائل متنوعات كبيرة جدا وكتيرة جدا من كل حتة في الدنيا كتاب مدرسة نمازج معاصر نمازج امتحانات قديمة نمازج استرشادية موقع نجوة مركز قومي امتحانات امتحانات قديمة سابقة في كله فحضرتك اسمع ماني كويس وركز وان شاء الله خير توكلنا الله يا جماعة وحنبدأ الوقت مع بعض مسائل والمسائل اللي انا حبدأها معاكو دي مسائل مميزة قوي حيطلع لك مسألة مسألة كده قدامك على البورد حضرتك الفيديو ده حيفضل موجود عندك حضرتك ذاكر كويس قوي وبعد ما تخلص المسائل دي وتعمل ريفريش لمخك حلو كده على الشابتر كله روح بقى ذاكر من الورق بتاعك الكتاب بتاعك ذاكر منه وان شاء الله بإذن الله لامتحان الشامل هيكون امتحان حلو جدا قوي جدا عدد اسئلته شبه عدد اسئلة اخر السنة بالزبط عشرين سؤال برضو علشان حضرتك تعيش نفس الظروف طبيعي لازم تعيش نفس الظروف ولازم انت تشوف نفس نوعية الاسئلة الى ان انا هعمل لك الامتحان بنفس المستوى وهعليه شوية كل مرة كده هنعليه شوية لغاية ان شاء الله ما نوصل للمراجعة المستوى وانا هيبقى حلو فلما اجي اراجع في المراجعة باشرح تاني من الاول في المراجعة بعمل لك حل المسائل كتير باشرح تاني من الاول فعلا الاول كله شرح تاني من الاول وبعمل لك مراجعة لمسائل كتير قديمة و جديدة وبعد كده حضرتك بتحل معي امتحانات كمية امتحانات جميلة جدا وبنحل نمازج استرشادية وبنحل امتحانات السنين سابقة وبنحل امتحانات نمازج وامتحانات موقع نجوة وامتحانات مركز قومي اللي امتحانات وربنا يقدرنا ومنخلص يعني فشدوا حلكو وربنا معاكو يا رب كده وبصوا معي المسألة الحلوة دي مين ده؟ واحد قال لي ده Limiting Friction ده هو ايه؟ اه يعني الفرس في الحلوة الماكسموم بسمها Limiting Friction ايوه في 60 وانعرف الفرس في الحلوة الماكسموم هي بتسوي مين؟ ميو ار جميلة قالك اند ده كاوفيشن ده ميو بـ 0.75 طبعا 0.75 هي اللي يثري على فور مش عايز تعملها كده خليها كده مش مهم يعني اه فايند او ذن ده مجنيتود عايز المجنيتود of resultant reaction عايز المجنيتود of R داش انا عارف خوني الR داش واحد قال لي بس استنى هات الR الاول مش ده ميو اه حطها هنا يبه هنا 0.75 طايمز R equal 60 واحد قال لي تمام هات الكالكليتر والR تطلع معاك بـ 80 هو عايز الR داش انا عارف الR داش R root 1 بلاس ميو سكويرد الR بكام بـ 80 root 1 بلاس الميو كام بـ 3 over 4 او 0.75 مش هتفرق وعي تقول لي الR بتساوي 100 تمام وده الاختيار B مسألة بسيطة حلوة جميلة ومهمة نرجع لها تاني كده ونبص عليها معي ميو عوط كتبت الR كتبت القانون بهدوء عوط عوط 100 طبعا المسألة ببشرة انا بس ايه بجيب رجلك كده واحدة واحدة بص معي المسألة اللي بعدها المسألة 2 واحد يقول لي هي مش مكتوب عليها رقم ليه الرقم مكتوب هنا الرقم مكتوب تحت هنا تمام؟ علشان محدش يبص غلط محدش ميبقاش عارف رقم المسألة الرقم مسألة تحته 2 المسألة 2 بيقول لحضرتك ايوه في الفجر اللي قدامك ده جميل جميل ده الميو الميو بروت 3 على 4 حلوة الميو بروت 3 على 4 وحضرتك عندك هنا مين الاول هنا في الار وحضرتك هتدخل على البي دي هتعملها رزليوشن هنا وهنا هنا بي وعشان الثرتي جنب الاكسس ده يبقى بي كوزاين ثرتي وهنا بي ساين ثرتي ولغيت البي طيب قال لحضرتك ايه اللي حصل بقى قالك it makes the body about to move طبعا البادي is about to move اكيد ناحية الفورس اللي بتشد البي كوزاين ثرتي اللي بتشد بي شد كده يبقى اكيد البادي is about to move كده وترى ما البادي is about to move في اتجاه يبقى الفورس وفريكشن في حكس الاتجاه يعني انت ناوي تتحرك يمين يبقى الفريكشن فورس اكيد شمال لما يقول لك is about to move ما تسيبهاش فريكشن فورس كده تقول انها وصلت للحالة الماكسيموم بتساوي ميو ار كل اللي هتعمله هتساوي اللي فوق باللي تحت يمين بشمال يلا بينا اللي فوق عندي حاجتين اجمعهم بلاس بعض يبقى يبقى ار بلاس بي ساين ثيرتي ايقل اللي تحت مين تونتي وادي الناحية التانية ار بتساوي تونتي مينز ساين ثيرتي بها هه يبقى هاف بي سبها يمين بيساوي شمال ميو ار بتساوي ميو ار ايقل س بي كوزين ثيرتي واحد قال لي اه وبعدين الميو اعرفها روت ثري على فور اهي given الار تونتي مينز هاف بي وهنا روت ثري على تو بي لان كوزين ثيرتي بروت ثري على تو انا ضيعت روت ثري مع روت ثري عشان مدايقكش وضيعت التو دي مع الفور فاضل تو وبعدين بقى هنا في هاف وهنا تونتي مينز هاف بي ايقل س بي في ناس تعمل الهاف ده تايمز الاتين دول وفي ناس تودي التوب بتاعت الهاف عند البي هنا كلها تحر يعني حضرتك دخلها كده بالتايمز يبقى 10-1 over 4P equals P هوادي الناحية التانية يبقى 10 equals P plus 1 على 4P طبعا الكالكليتر 1 plus 1 على 4 5 على 4 هوادي دي متشكلة بها الناحية التانية تايمز بتساوي 8 واختار الإجابة 8 اللي هي D دي مسألة زي الفل زي ما انت شوفتها كده وبص معين مسألة 3 حلوة واحدة قال لي المسألة دي مسألة بسا من موقع ناجوة جميلة بيقول لي ايه إفا بادي of weight 3 ماشي of weight 35 ماشي is about to move on a rough horizontal plane under the action of two horizontal forces of magnitude 3 و 5 حليني بقى اقول لك هنا حاجة مهمة جدا لما يكون عندك بادي والبادي ده بيتشد بـ two forces كده اي two forces مهمة كانوا مكام يعني وبينهم الانجل الانجل دي كانت 60 مش مهم الانجل بينهم كامل مهم ان المنظر ده هقول لك في الhorizontal plane لما يكون عندك بادي مخطوط على الhorizontal plane مين بيشده force واحدة بس ممنوع انه يتشد بـ two forces واحدة قال لي بس هنا يتشد بـ two forces ممنوع طبعا عمليها عشان يبقى مسموح اشتغل بالـ resultant اللي هي في بداية الورق عندكم كنتكتب لكم كل القوانين بتاعت السنة اللي فاتت اللي انتم كنتم ممكن تحتاجوها حضراتكم ايوة ركز هتجيب الـ resultant الـ resultant بتساوي ايوة بقى root F1 squared plus F2 squared plus 2 F1 F2 cosine alpha root F1 ثلاثة F2 خمسة اتنين في ثلاثة في خمسة cosine 60 ما هذا القانون؟ هذا القانون اللي بيستعملوه عشان يجلبوا الفورس البديلة الفورس اللي بدل الثو فورس دول ازاي استغنع الاثنين دول ورميهم احط دي بدلهم ليه الـ resultant الـ resultant هي الفورس المستعملة بدل الثو فورس 3 و 5 هحسب الحزبة دي كلها طبعا هنا root 9 plus 25 plus هنا 15 هنا 40 49 root 49 يطلع 7 يبقى انت بدل ما يكون عندك بادي بيشده 3 و 5 لا حلغي 3 و 5 وحلغي 60 وحط بدلها force resultant اسمها 7 بس طبعا انت عارف البادي ده وزنه 35 وهنا في ايه طبعا reaction وحضرتك خلت البادي ده is about ايوا اهو is about to move اكيد نحية دي الشد يبقى الناحية التانية فيه force of friction وصلت للحالة الماكسومي اللي هي بتساوي ميه R هساوي اللي فوق اللي تحت يبقى الـ R بتساوي 35 هساوي مين بشمال يبقى الميه R equal 7 هشيل الـ R وحط بدلها 35 ونزلها بالـ divide بتحت الميه هتساوي 1 over 5 وكده بختار الاختيار اي دي كانت المسألة 3 مهمة وحلوة خلي بالك بصوا هنا بقى انا عندي مبدأ حلو هقولك عليه وخلي بالك منه قوي ولازم حضرتك تبص كويس واحد يقول ايه المبدأ الحلو ده اقولك انت عندك هنا two masses واحد قال لي تمام of six kilograms five kilograms اهم ماشي are of the same material ايوه والموضوع ده اتكلمنا فيه اثناء الشرح لما كنا بنشرح الدرس ده يعني ايه two bodies of the same material محتوظين على نفس خلي بالك الميو الميو بتعتمد على الماتيريال والاحتكاك بين two bodies يعني ايه يعني حضرتك ده وزنه خمسة وده وزنه ستة تمام واحد يقول لي ده بيعمل ميو اكتر علشان ده احتكاكه اكتر علشان هو اتقل لا من الموضوع مش كده ده بيعمل ميو اقل علشان ما فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها حضرتك الليتلين دول من نفس الماتيريال اه من نفس الماتيريال يعني نفس النوعية اه نفس النوعية ده خشب وده خشب بالنفس النوع مثلا يعني ومحتوطين على ترابيزة هي نفس الترابيزة بتاعتك الليتلين دول بيعملوا نفس الميو برغم ان اوزانهم مختلفة ممكن يكون الفوليوم بتاعهم مختلف ممكن تكون الاريا بتاعتهم مختلفة لكن الاختلاف في الفوليوم والاريا والوزن مالوش دعوا بالميو اللي ليه دعوا بالميو هي الماتيريال النوعية الخامة واحد قال لي بجد آه فلما يقول لك هما same material الجملة دي بتفهمني انه هما نفس الميو عشان هما الاتنين same material محطوطين على نفس الانكلين النفس الhorizontal plane فطالما هما نفس المتيريل يبقى هما same ميو يعني ميو بتاعتنا هي الميو بتاعتنا واحد قال لي تمام وبعدين واحد قال لك محطوطين على rough plane بكام اللي تندر حياملوا ميو الميو بكام وايه اللي متعلق في الهوى ده اقول لك انا بقى حضرتك لو دول محطوطين على نفس rough plane on same rough plane وهقول لك جوملة تانية مهمة and with the same material واحد قال لي استنتج ايه بقى من معلومتين الزراف دول تستنتج النوم من نفس الميو ولما تحب تجيب الميو بصلي الميو لما تحب تجيبها ما توجعش قلبك اجمع الاثنين اللي على البلين دول 5 زائد 6 equal الاثنين اللي في الهوى دول اترحهم من بعض واحد قال لي اترحهم من بعض تمانية ناقص اتنين 6 يبقى ميو 5 و 6 11 يبقى الميو بتساوي 6 على 11 وهتجري تختار الاختيار الحلو ده اقول لك حاجة بقى منين الموضوع ده ايه سببه يعني واحد قال لي انت عملتها بسرعة قوي وانا هعملها زي كده في المتحان طبعا طب لو جاتلي سؤال مقالي عملها كده برضو طبعا ليه بقى حضرتك دول same round plane same material عايز اقول لك ان حضرتك لو انا جمعت الاثنين bodies دول كده وخليت ال body ده وزنه خمسة وستة يعني 11 وحطيت r هنا وجيت قلتلك في هنا بولي البولي دي بتعلق فيها وزن قلتلي تمانية قلتلك لقى هنا في تمانية وهنا في اتنين فالتمانية بتشد الاثنين يعني كأنك بتشد من هنا بخوة ستة اللي هو الفرق بينهم تمانية وهنا اتنين تمام يبقى تمانية ناقص اتنين يبقى كأن هنا في ستة كتل هنا ستة كنا تكلمنا في موضوع attention قلنا attention دايما باصس للبولي كده ده تي وده تي المنظر المرعب ده هم تقول لك ليه عشان انت تفهم اللي فوق بيساولي تحت زي ما هنا اللي فوق بيساولي تحت اللي فوق بيساولي تحت يبقى تي بستة فانت تلغي الكلام ده كله تروحاتك تنتيه هنا بستة وطبعا الجسم عاي يتحرر كده ناوي يتحرر كده يبقى هنا العكس اذا بقى تبقى هنا الميو ار الار بكام باحداشر والميو ار بكام والميو ار بستة طبعا طبعا الار باحداشر يبقى الميو بكام ستة على احداشر فانا اختصرت الكلام ده كله في سطر واحد بقى لو انت اتأكدت ان دول سين ماتيريال اتأكدت ان هما سين ماتيريال ومحطين على نفس البلاين ما توجعش قلبك ميو مجموعة اللي على الطرابيزة مجموعة اللي على الهوريزونت البلاين equal difference between الاثنين دول يعني الستة دي اللي هي تمانية ناقص اثنين دابلس ده مضروب في ميو equal ده مينس ده واحد قال لي وبعدين بعدين اطلع الميو ثانية واحدة ارجو لي انت تكون افتكرتها انا قلت لك قبل كده طبعا وحنبص بعض المسألة اللي بعدها number five واحد قال يا ساتري يا رب ايه المنظر ده اقول لك انا ايه المنظر ده كتلة هنا اسمها M1 محطوطة على محطوطة على خشبة على طرابيزة كده وحطين فوقها كتلة تانية اسمها فوقها كتلة تانية اسمها M جابوا هنا بولي ربطوا فيها خيط وعلقوا كده ونزلوا منها كتلة عاملة كده واحدة قال لي اه تمام عايز ايه انت بقى ده الميو الميو مديها لك عظيمة الميو جميلة مديها لك حلو قال لي ذن اللي انا لسه عامله في المسألة اللي فاتت ميو اللي عالطرا بيزة بلاس بعض مي اللي عالطرا بيزة؟ واحد قال لي M1 بلاس M مش دول اللي موجودين على الهوليزونتل البلين؟ مش دول اللي عالطرا بيزة؟ آآ. إيكول اللي في الهوى ماينس بعض. ده في الهوى. في حاجة تانية الناحية تانية في الهوى؟ لا. يبقى ده بس. ده ماينس مين. مفيش حاجة الناحية التانية. خلاص خلصت. وهده اليه المو وأنا مديها لك بونا على رفور بين؟ أيوا المو بونا على رفور. آآ أدخل بونا على رفور جوا بعد إذنك؟ ماشي. طب ما توضي لونا على رفور الناحية التانية بتشكلة بقى إحسن. يبقى مون بلس ام بتسوي تو على ثري. مون تايمز فور. هتطلع M1 plus M equal ده times that 8 على 3 M1 واندي الM1 عند الM1 بقيت الM equals 8 على 3 M1 minus رحلة M1 يبقى M 8 على 3 minus 1 5 على 3 بالكالكليتر M1 يبقى الM بتسود ايه من الM1 5 على 3 M1 بص لها كويس ركز في المسألة وخلي بالك علشان مصلحتك الM3 بيساوي 5 على 3 M1 دي المسألة 5 بأكد عريف معلومة ان لو انت عندك اتنين كده محطوطين على تأكد ان هما سين متيريال هنا مش مهم ان هما سين متيريال عشان ده مش محتك بال هو ده بس المحتك عادي بقى يبقى الاتنين دول بلاس بعض مدرورين في ميو بيساوي الاتنين في الهو بس هنا فيش اتنين هنا في واحدة بس زي ما انت شفتك نبص مع بعض المسألة 6 حلوة جميلة مميزة وفكرتها عالية بيقولك A body of weight W is placed on a rough plane inclined rough plane بس horizontal plane A horizontal force is applied to the body such that the body is about to move يعني هي كده البادي كده والوزن بتاعه W وانت عارف ان فوق فيه دايما R وفيه horizontal force شدته اسمها F او T براحتك والhorizontal force دي خليته is about to move فطبعا تظهر تاني الفورس الفريكشن في الحالة الماكسموم ليه بتساوي ميو R وقالك الفريكشن force الفريكشن force belongs to من زيرو لأيت أه and the coefficient of static friction between the body and the plane is 1 over 4 وقالك الميو 1 over 4 the coefficient of static friction ألا حضرتك يبقى الويت smaller than or equal to cam هو الويت يبقى equal الحاجة اللي بتطلع هنا when the body is about to move أكبر value للويت when the body is about to move واحد قال لي آه طيب حضرتك بقى هتعمل ليه دلوقتي حضرتك أنا هحل المسألة عادي على إن ده force of friction دي الميليمم فاليو بتاعتها ودي الماكسمم فاليو بتاعتها واحد قال لي آه بس الماكسمم فاليو بتاعتها المفروض توبقى closed أنا هعتبر ان دي closed وحل يعني أن اللوقتي عندي الميو R equal 8 هتقال لي تمام الميو كام وأنا على 4 ودي دي نحية تانية يبقى R equals 4 times 8 32 الR ب32 أيوة الR تبس انت عرف ان الR بتساوي مين بتساوي الويت الR اللي هي الويت بتساوي 32 يبقى الوزن ب32 خلي بالك الوزن ب32 لما force of friction توصل للتمانية توصل للتمانية بالزبط لكن حضرتك هي موصلتش للتمانية يبقى الوزن دا لازم يكون 32 أو أقل يبقى الويت smaller than من أقل من أريكو لتو كام 32 بصنا كويس الويت لازم يكون أقل من أريكو ل32 maximum weight 32 بيخلي الميو أر توصل لل8 تمام؟ بس هنا 8 opened يبقى انت أكيد قبل 32 يا 32 تمام؟ يبقى الويت أقل من 32 يبقى حضرتك لو في اختيارات هتختار أقل من أريكو لـ 32 مسألة جميلة لذيذة طحفة بصراحة شوف اللي بعدها توقعنا على الله الله على المسألة دي الله على المسألة دي كل واحد بيحل المسألة دي بمخه بزكاءه بطريقته بص بيقول لك الويت ده 45 ده الجسم اللي وزنه 45 كميل جسمه وزنه 45 اسم بلايس ده كوفيشن في ستاتيك فريكشن الميو أنا بدي لك الميو بروت 3 على 3 طب قدي شديتك أنا بفورس اسمها بي بيقولك تفتكر البي بلس الار داش بكام يعني هات البي وات الار داش واجمع واحد قال لي أجيبه عادي أجيب البي أو أجيب الار داش نشتغل عادي أنا أحط الرسمة كده هنا في الويت وفوق في الار وهنا في البي اللي بتشد وحضرتك هنا هو يبقى أنا وصلت الفورس في الحالة الماكسوم بتساوي ميو فوق بيساوي تحت الار بتساوي 45 يمين بيساوي شمال البي ايكلز الميو والميو بروت 3 على 3 والار ب45 نطلع لإجابة الففتين روت 3 جبت البي فقد رجيب الار داش واحدة اللي الار داش سأل جيد الار داش قانون مباشر روت وان بلاس ميو سكويرد وتنساش إنه بره فيه هنا ايه ار الار عارفينها بفورتي فايف روت وان بلاس الميو اهي روت 3 على 3 تمام واحدة اللي تمام وحنعمل ايه بعد كده واحدة اللي نشوف هنا هعملها بالكالكيليتر بعد تطلع دي سيرتي روت 3 دي نين دي الار داش طلعا سيرتي روت 3 عزيم طيب بعد ما طلعت للار داش بسيرتي روت 3 هعمل ايه حجمعهم طبعا هنا ففتين روت 3 وانا سيرتي روت 3 حجمعهم هم اللي هتين حيطلع لي فورتي فايف روت 3 اللي هو الاختيار ده طيب انا عايزة بقى اقول لكم حاجة في منطقة الخطورة المسألة دي انا احلها بطريقة تانية وعايزك متابع معايا وعلى فكرة طريقة دي انا اوضحتها لكم اثناء ما انا بشرح الدرس ده الار داش دي يا جماعة مع البي مع الـ 45 تلاتة فورس بيشدوا جسم وستم ده اني كليبريم مش بيتحرك اخذنا السنة اللي فاتت حاجة اسمها لاميرول واحد قال لي ايه لاميرول دي بقى لاميرول دي بقى حضرتك اللي هي كانت بتعتمد على body in equilibrium بيشدوا تلاتة فورس خارجين منه ايوة والـ system in equilibrium اللي لا يتحرك ساعتها بيبقى كل فورس من دول oversign الانجل الابوسيت اللي هي between two other forces واحد قال لي والانجل دي اجبها من ايه اقول لجلل هعمل هنا extension خفيف 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 وهدقال extension اللي انت عملته خفيف ده ايه لازمته لو الـ R يعني اه حضرتك الانجل دي ده الـ R يعني الانجل دي تعرف تجيبها وهدقال لي دي الانجل وانتو عارفين when the body is about to move الانجل بتساوي تن لمدة صح الميوب بتساوي تن لمدة مش كده ايوة ايوة طب الميوب كام روت 3 على 3 عظيم هعمل تطلع تن لمدة بتساوي 30 يبقى دي 30 تقدر تقول لي الانجل between كل اللي هما كان هو رسمهم اصلا اللي هما الـ P والـ R والـ 45 ايوة دي كام مثلا واحد قال لي كلها 180 شيل منها 30 يفضل 150 ودي كام 90 ودي كام واحد قال لي 90 بلاس 30 120 واقول زي السنة اللي فاتت R داش over sign 90 equals الويت الوال 45 over sign لفشة 45 over sign 120 equal اللي فضله P over sign 150 واحد قال لي جميل اهو تطلع R داش equal 15 30 30 root 3 واحد قال لي R داش تطلع 30 root 3 اه طيب ونعمل كده كمان هيطلع P بتساوي دي half 15 root 3 حجم على الاتنين يبقى R بلاس P هيطلع 45 root 3 طبعا انا بقول لك الكلام ده مش عشان تحلي في الامتحان لكن انا رؤيتي ان مخك ينور بالحاجات اللي هي مش على بالك طول ما الحاجة انت بتسمعها مرة وطنين وطول ما انت بتشوف حل للمسألة وحل تاني وتفكير تاني انت مميز ان شاء الله او اتشك في نفسك يوم تعمل حل غير الحل انا عملته لان الحل انا عملته هو حل واحد من كذا حل للمسألة فطبعا انت ان شاء الله طالب علم رياضة ان شاء الله بإذن الله مخك حلو ان شاء الله عندك ثقة في حلك ما تقلقش ابدا انك اكيد بتحل صح توكينا الله وحنروح مع بعض المسألة الجميلة اللذيذة التحفة دي كنا برضو الوزن بيبقى التحت اهو ده وزنه اهو ده وزنه خمستاشر الوزن التحت واحد قال لي تمام طيب مش هانا ضغط كده ايوة والرياكشن بتاع الحاجة اللي انضغط عليه اللي انضغط عليه ده مش انا ضغط كده ييبير يطلع العكس يطلع العكس ييبير يطلع كده واحد قال لي بجد اه يطلع كده. عشان انا ضغط كده يبرايكش يطلع العكس. ده الار. واحد قال لي بس ان انا متعود دايما الار لفوق عشان انت حاطت البيض من تحت. فانت بتضغط كده. بتضغط كده يبرايكش يطلع العكس. بتضغط من تحت الفوق يبرايكش يطلع من فوق لتحت. واحد قال لي طب واحد تعمل ايه بقى في اللذيذة دي. دي حاملة رزوليوشن. واحد قال لي تمام هتعمل رزوليوشن إزاي? هنا وهنا. واحد قال لي اتجاهة الأسهم كده غلط طبعا. لما تكون سيادتك بتغطط او اتجاه داخل في النقطة يبقى اكيد 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 حضرتك لازم تعرف ان اللي تكونوا داخلين في النقطة. لازم تكون متأكد من كده. لازم تعرف كده. لازم تعرف ان دي لما تعمل بتعمل رزوليوشن بتعمل ساهمها داخل في النقطة يبقى لتلين كومبونتز داخلين. لو هي خرجة يبقى لتلين كومبونتز خارجين. هنا طبعا بعمل تي او ثيرتي رو ثري كوزين ثيرتي وهنا ثيرتي رو ثري ساين ثيرتي. تمام? هاد قال لي تمام. طب ما تيجي نرسامها بقى على الرائق بقى كبه. البادي هو. مين لتحت? لتحت في حاجتين. عندي ار وعندي ففتين. عندي ار وعندي ار وعندي ار وعندي ار ار وعندي ففتين. طب مين فوق? الساهم ده بيشاور على فوق على فكرة. شايفو? اللى هو ثيرتي رو ثري كوزين ثيرتي. طيب حضرتك الساهم ده بيشاور ازاي? ده بيشاور كده. كده. اللى هو ثيرتي رو ثري ساين ثيرتي. انا عايز مخك معاي بقى تقول لي البادي ده ناوي يتحرك ازاي? واحد قال لي يكيد بيتشدك اده ناوي يتحرك شمال. يبقى تتحط الميو ار يمين. وبعدين وبعدين تسمع طبعا انا هشتغل الاول حاول اللي فوق بيساوي تحت يمين بيساوي شمال اللي فوق بيساوي تحت يبقى R plus 15 equal 30 root 3 cosine 30 طبعا هنا R plus 15 هعمل دي بالكالكليتر تطلع 45 هاودي R تطلع ب30 واحد قال لي تمام يمين بيساوي شمال يبقى ميو R equal 30 root 3 sine 30 الميو 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 ما قالهاش ال R ب30 هحسب دي بالكالكليتر هتطلع 15 root 3 هقسم على بعض هتطلع الميو بتساوي root 3 على 2 تي الميو واحد قال لي طبعا انت استفدت ايه استفدت ان انا جبت الميو جبت ال R فطبعا ال R dash equals R root 1 plus mu squared ال R احنا انا جايبها بال30 root 1 plus الميو بroot 3 على 2 هعمل على باور 2 هيبقى هنا 30 times 3 على 4 وهنا 7 على 4 يبقى root 7 على 2 تطلع الإجابة 15 root 7 هنبص على اللقاء 15 root 7 هنا ولو انت تبص على المسألة هتلاقي الحل بتاعها زي ما انت شايفو كده 15 root 7 خلي بالك من الاتجاهات وانت بتعمل ريزوليوشن اللي دي شوفها لو هي خارجة خارجة من النقطة السهمة بتاعها العكس يعني يبطو components خارجين لكن لو هي دخلة يبطو components داخلين وبعد كده ترسم رسمة حلوة تحط كل السهمة بقى في اتجاهه عشان تقدر تعرف الاتجاهات وتحدد مين بيساوي مين فوق ومين بيساوي مين تحت تمام يا جماعة يلا كده شوفوا المسأل دي اعملوه كده بأيديكو يعني ريحو شوية كده وشوفوا المسأل كده وزبطوه بأيديكو حلوها تاني عشان بس تبقوه يعني ماشيين معي كويس ونتوكل على الله كده ونكمل باقي المسأل اتوكلنا الله يا جماعة وحننكمل مع بعض المسأل اللي احنا بدأناها عملنا تمانية قلتلكوا ارتاحوا شوية كده وعودوا اعملوهم بأيديكو نبص بقى على نومبر ناين وتان وهكذا يعني مكملين شوية حلوين كده هيجبوه جدا ان شاء الله نعمل كافرينج لشوية حاجات كويسة قوي يعني بيقولك ان دي اوبزت فيجر هو جايبها مرسومة بادي فويت فور واحد قال لي انت دخلت على الانكلين بلين بقى اه بالراحة بقى كده إذن اخطر من دول هل البادي ايه بالظبط؟ أسألك السؤال الأهم هو البادي ده فيه فرص قصرت عليه؟ فيه فرص شدته؟ فيه فرص جيت نحيته؟ فيه فرص زقته؟ شدته؟ قصرت عليه؟ لا يبقى هو تحت تأثير وزنه بس يبقى حضرك تقارن الانجلز ببعض تقارن سيتا ولمضا ببعض واحد قال لي ازاي بقى؟ بص يا عم هو ادلك الميو الميو اللي هي روث 3 على 2 وانت تعلم الميو دي اللي هي تان لمضا؟ احنا كلنا عارفين الميو تان لمضا دي معلومة معنا من زمان واحد قال لي اه ادخل على المسألة دي وهالتان سيتا تان سيتا اللي هي تان ثيرتي اللي هي روث 3 على 3 مين اكبر ومين اصغر؟ واحد قال لي التان سيتا؟ اقل من تان لمضا اصلنا حسبتها الكالكوليتر دي هي روث 3 على 3 اقل من روث 3 على 2 ويبقى السيتا اقل من اللمضا وفي شوية الشرح انا شرحتهم قلتلك لما السيتا اللي هي الانجل أوف انكلانيشن تبقى اقل من الفريكشن انجل ساعتها البادي ماله البادي اترست البادي كده اترست يعني ايه؟ يعني لا يتحرك يعني ايه؟ يعني البادي بتاعك ده موجود على البلين وثابت ولا يتحرك يعني معناه ان هو كلام جميل ما بقدرش اقارن بين انجل وانجل سيتا ولمضا إلا ما يكون البادي ده مفيش فورس ده خلت اقصرت عليه ساعة ما فورس تدخل تقصر عليه لا يستطيع الطالب ان هو يقارن من سيتا ولمضا خلي بالك لو سمحت نبص المسألة اللذيذة اللي بعدها نمبر 10 حلوة دي بيقولك في الفورس اقصرت عليه؟ لا في فورس اقصرت عليه؟ لا في فورس اقربت منه؟ لا ساعتها بقفة منه؟ لا ساعتها بقفة من هو يبقى الميو بتساوي 10 سيتا 10 ثيرتي اللي هي 1 على روت 3 أو روت 3 على 3 عايز ايه بقى هو؟ انت عارف طبعا ان هنا في مين؟ في R ولو عملت اكستنشن كده هكمل هنا ثيرتي وهنا وهنا هنا W ساين ثيرتي اما كده من الوقت تتغير وهنا W كوزاين ثيرتي دايما كوزاين ثيرتي قصد الهاف دايما W كوزاين ثيرتي قصد الهاف ودايما W ساين ثيرتي نازل لتحت ماشي طب انت عارف ال R بكام؟ واحد قال لي ال R قدامي اللي هي ال W كوزاين ثيرتي اللي هي ثيرتي سيك سرود ثري واحد قال لي تمام قالك فايند الليميتينج ستاتيك فريكشن عايز الفورس في الحالة الماكسما اللي هي بتساوي ايه؟ ميو R ادي الميو يا عم وادي ال R يا عم وشطب دول مع بعض الروت ثري في روت ثري الروت ثري في روت ثري والثري راحت مع الثري يفضل مين؟ 36 لها الإجابة اللي قدامك لها لها الإجابة B ودي المسألة آه نمبر تن وإجابة تالها 36 زي ما انتها شفت ببساطة اللي بعدها مسألة 11 حالوة بيقول لحضرتك البادي الوزن بتاعه 30 الجملة دي بيجيبها لك ويقطع كلامه لغاية هنا. هو البادي ده لوحده اه. فيه فورس اثرت عليه؟ لا. فيه حد جي نحيته؟ لا. فيه حد قرب منه؟ لا. طب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان الميو ايه كل ايوه تان سيتا. تان سيكستي. تان ثيرتي. بروث ثري على ثري. واحد قال لي بس دي سيكستي. لا يعمل. هو ساعة ما قالك قطر خيره الراجل يعني. ساعة ما قالك البادي اس بليز انا بلين انكلايند با انجل في مجرد ثيرتي. is about to slide. يعني هو is about to slide. والانجل دي كانت ثيرتي. فساعة الميو بتسوي تان سيتا لا تان ثيرتي بروث ثري على ثري. كبر بقى الانجل شوية وخلاها سيكستي. if the inclination of the plane to the horizontal is increased to be 60. زودناها بدر ما كانت ثيرتي. وكان is about to slide. كبرتا وخلتها سيكستي. يعني البلين ما له. كبرنا الانجل بتاعته. وخلناها سيكستي. واحد قال لي تمام. then the magnitude of the least force acting on the the body parallel to the line of the greatest slope to prevent the body from sliding. طبعا انت عارف. in. at 30 كانت ميخليها is about to slide. كان ناوي يتزحلى على تحت. 60 هتخلي يجري. فانا طبعا روح تلاحه بايه. the force parallel to the line of the greatest slope. طبعا ما نساش ان هنا الار. ما نساش ان انا بعمل extension. ما نساش احط هنا 60. وهنا 30 cosine 60. وهنا W sine 60 اللي هي 30 sine 60. خلاص. وحضرتك بعد ما عملت كده. قال لك الفرزي prevent sliding. دي. اتقال عليها. prevent sliding. يعني معناها انها ضعيفة. غلبانة. البادي. هيتشد نحيتها. ولا هيتشد على تحت. اكيد على تحت. طالما دي ضعيفة. يبقى الزحلقة على تحت. وساعتها بحط الميو ار عكس اللي انا فهمته. عكس الزحلقة. الزحلقة ناوي على تحت. يبقى الميو ار العكس. لفوق. هتقال ليه تمام. وبعدين. وبعدين بس هنجيب تي. نساوي بقى اللي فوق باللي تحت. يلا بينا. يبقى الار. ايكوز 30 كوزاين 60. هعملها بالكالكيليتر 15. يمين بيساوي شمال. يمين في تي. وفي ميو ار. وفي ثيرتي ساين سيكستي. التي عاوز اجيبها. الميو انا تعبت فيها اللي فوق اللي هي روت 3 على 3. والار اللي هي 15. وهنا 15 روت 3 بالكالكيليتر. هحسب دي واضيالنحية التانية. التيها تطلع بتساوي 10 روت 3. طيب. خلينا اقول لكم حاجة من عندي. في المسألة دي برضو. من عندي. واحدة اللي يقول. حضرتك لو الفورس اللي بتشد الفوق دي قوية. لو دي. كبيرة قوية. وطبعا عندك هنا الار. وعندك هنا. الو. كوزاين سيتا. وهنا الو. ساين سيتا. وطبعا انت عارف ان دي قوية. يبقى الحركة ناوية الفوق. يبقى الميو ار ان شاء الله اتجاهها. يكون العكس بتاع الحركة اللي انت فهمتها. وحل. وهذا اللي حل بقى الار. بتساوي 30 كوزاين 60. وحسبها. هتطلع 15. ويمين بيساوي شمال يبقى تي. بتساوي ميو ار بلس دابليو ساين سيتا. هتحسب تي هنا. روت 3 على 3. وهنا 15. وهنا. 15 روت 3. هتطلع على اجابة 20 روت 3. دي الفورس الايه. الماكسموم. ودي الفورس الايه. المينيموم. المينيموم. طلع التان روت 3. من الماكسموم بقى للمينيموم. الجسم ده ثابت. يعني حضرتك خليك عارف ان البادي ده. الفورس اللي بتشده. بتقصى عليه ضعيفة. بس هو اسا باوت تو سلايب داون. بس هو لسه ما قيعش. ولو دي قوية. فهو اسا باوت تو موف اب. بس بارده لسه ما تحركش. من عشرة روت 3. لعشرين روت 3. دي بيسموها الليميتس. اوف. الفورس. ويتش. ميكس. الكوليبريم. وهتقلي بجد. اه. اللي هي. الفورس بتاعتك. بلونستو من تان روت 3. ايوة. لففتين روت 3. وهتقلي بجد. ايوة. يعني انت عايز تقول لنا. لو انا. حطيت دا يشد الجسم. البادي هيكون ايزا باوت تو موف داون. عشان دي اضعف حاجة. بس مش هيقع. عشان هو ايكوليبريم. ولو حطيت دي. دي توانتي روت 3. هحطها هنا. برضو جسم مش هيتحرك. بس يبقى البادي ازا باوت تو موف اب. بس برضو مش هيتحرك. اه. طيب مين بينهم؟ بينهم. ففتين روت 3. اللي انا كنت كتبتها دلوقتي ومساحتها دي. ففتين روت 3. الففتين روت 3 دي حضرتك. هي انا بتحافز على الجسم. ات رست. التان روت 3. خلي البادي ازا باوت تو موف داون. التوينتي روت 3. خلي البادي ازا باوت موف اب. يعني على واشاك انه يتحرك على تحت. خلاص واخذ الاستعداد. والتوينتي روت 3. على واشاك انه في الفورس اللي بتشد تون دول. الففتين روت 3. اللي هي نفس الفاليو بتاعة الو سين سيتا لو انت حسبتي دي هتلاقيها 50 أو 3 لو انت حطتلاع الناحية التانية اللي هو الميدل الابرج تاع الانتربل دي هتلاقي هنا 50 أو 3 وهنا 50 أو 3 هتلاقي البادي ده ساكن وسابل مكان ولا يتحرك ولا يحتاج لفريكشن أصلا بقى مش يحتاج لميو آر هتنقض بعض خلاص هي الميو آر بتعمل ايه بص انت عندك هنا 10 root 3 وهنا ال W sin theta اللي هي 15 root 3 وعندك هنا الفرصة اللي هو قوية عندك هنا 20 root 3 وعندك تحت ال W sin theta 15 root 3 الميو R الفالي بتاعتها كام؟ لو انت ضربت الميو R اللي هي دي انا بفهمك بشرح لك لو انت ضربت الميو R في بعضها كده root 3 على 3 times 15 root 3 هتطلع 5 root 3 الميو R بخمسة root 3 الخمسة root 3 لما يكون ده قوي انت بتحطها العكس ليه؟ عشان يعمل بالانس 20 وهنا 5 و 15 20 ولما يكون دي ضعيفة فانت بتحط الميو R العكس اللي هي الخمسة root 3 فبقى هنا 10 وهنا 5 و 15 فبقى بعض وبيحصل بالانس لكن لما الفرص المتوسطة اللي في النص اللي هي ال 15 root 3 تحطها هنا وهنا فيه 15 root 3 فانت مش محتاج الميو R تتحط مع الضعيفة عشان تعمل بالانس هم عاملين بالانس لوحدهم يعني دي 10 فمحتاجة 5 عشان تعمل بالانس مع الثمستاشر يقوم بالنحيطين 15 دي 20 ودي 15 فدي محتاجة 5 مع الثمستاشر يبقى 20 عشان نحيطين يبقى عاملين بالانس لكن لو دي 15 ودي 15 انت مش محتاج الميو R ساعتها لان البادي حيبقى ترست طيب عايز اقولك بقى حاجة فضيعة ومهمة وجميلة وهتقال لي ايه؟ حقول لك هنا بصي لي بقى لما يكون انت بتجيب تي الفورس المينيمم اللي بتخلي البادي is about to move down او بتجيب التي ماكسمم اللي بتخلي البادي is about to move up حضرتك اعمل حاجة لذيذة هات ال W ساين سيتا شوفها بكام وهات الميو R وشوفها بكام لو حبيت تجيب التي مينيمم اطرحهم اطرح الميو R من ال W ساين سيتا ولو حبيت تجيب التي maximum ايوه اجمعهم هات ال W ساين سيتا واجمع عليها الميو R واحد قال لي انا ممكن معملش الفيلم ده كله اه اجيب ال W ساين سيتا بس واجيب الميو R بس طرحتهم جبت التي مينيمم جمعتهم جبت التي ماكسمم ايوه وشكرا يعني دي طريقة مختصرة للفيلم اللي حصل ده كله اه بس تبقى انت بقى واعي بتتصرف بهدوء عشان ما تطلعش ارخام غلط تمام اه دي كانت المسألة نمر 11 بص معايا 12 حلوة 12 هنا بقى جايب لك force ميل على يعني ميل على line of the greatest slope واحدا اللي يقول لنا كده اهو البادي ده وزنه 36 جميل اهو 36 هنا في R طبعا وبعمل extension R حطينا 30 هنا 36 cosine 30 وهنا 36 sine 30 وبعدين وبعدين دي مش على line of the greatest slope دي ميلة دي كمان حاملة resolution بالانجل بتاعتها اهي هنا 18 root 3 cosine 30 وهنا 18 root 3 sine 30 بس قال لك ايه بقى قال لحضرتك ان البادي ده is about to move up هو اللي قال is about to move up يعني البادي نوي يتحرك على فوق يبقى الميو R عكس اللي اده فهمته عكس الحركة اللي اده فهمته واحد قال لي جميل نعمل ايه بقى قال لك عايز الميو بكام find the coefficient of static friction between the body and the plane عايز يعرف الميو بكام شغل العادي اللي فوق بيسوي لتحت بس فوق في اتنين عادي خلص R plus 18 root 3 sine 30 بتساوي اللي تحت اللي هي 36 cosine 30 طبعا الحمل دي بالكالكليطر يبقى R plus 9 root 3 equals دي بالكالكليطر تطلع 18 root 3 عادي ناحية التانية بقى R بتساوي 9 root 3 خلصت فوق وتحت يبقى انه شمال بقى هنا وهنا ميو R plus 36 sine 30 equal ناحية التانية 18 root 3 cosine 30 هاعمل دي بالكالكليطر بميو والقارة هي calculator 18 وهنا دي calculator 9 3 27 ها دي ناحية التانية يبقى 9 root 3 ميو دي راح تناكي ناحية التانية بـ 9 هتطلع الميو 1 على root 3 افرد الاختيارات ما لقيتش في 1 على root 3 1 over root 3 هي هي root 3 على 3 لكن الحمد لله هي موجودة اصلا في الاختيارات عايزك تبص عليها كده مسألة 12 طلع معي 1 over root 3 زي ما انت شايف نبص 13 التحفة الجميلة اللذيذة هتقال لي ايه المنظر دي يا عم ولا حاجة خالص ايه وعا تتخض دايما نخلي عندك ثقاف نفسك بالراحة ده متعلق في الهوى بيقول لك the following figure body A لو ده 96 is placed on a rough plane is inclined to the result of the angle of measure 30 30 وبعد كده where the strategy of question friction between the body and the plane is root 3 على 6 الميه هنا root 3 على 6 الميه بتاعت ده بتاعت البادي A ايوه كمل البادي B بقى وزن 27 ده وزنه 27 وهنا وزنه تحت والR فوق دي سميها R2 وحدا اللي 6 بعملش الحاجات هنا يلا بينا ده وزنه كام 96 هعمل R كده جميلة هعملها extension كده حلوة 30 هاي اه وهنا 96 cosine 30 وهنا 96 sine 30 ويهي لغي دي خلاص تمام الطبيعي يعني مين يشد مين اكيد الميل هيشد العدل بس برضو احنا نبص مع بعض ونشوف على مهلك نكمل واحدا قال لي طيب هو اللقتي فيه tension في الخيط اه طبعا tension في الخيط باصس كده دايما tension باصس للبولي دايما tensions باصة للبولي كده كده واحدا قال لي طيب كمل البطي بي وزلو سبعة وعشرين plays on a rough plane inclined to the horizontal angle of measure كذا والكوافيشن فريكشن ايوه between the body and the plane is 1 over 3 هنا الميو التانية بقى بقى على على 3 لكن هنا الميو الاولى برود 3 على 6 بعد هنا لي بعد هنا and the two bodies are connected by a light string passing over a smooth pulley the body b is attached to a light string passing over a smooth pulley and the end of this string body c متعلق هنا if a body a if a body a is about to slide down the a is about to slide down down واحدا قال لي is about to slide down كده ايوه يبقى الميو ار عكس اللي انت فهمته ادي ميو ار وان وطبعا ده is about to slide down كده 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 في الاتجاه ده يبقى كيد هيشدده معا كده يبقى الميو ار العكس هنا ميو two r two خلاص واحدا قال لي تمام طيب ده وزنه كام w والt هنا اللي هي t two t two بتسوي w اكيد هو عامل الفيلم ده كله عشان انت تعرف ان t two في الخيط هنا بw معو t والt نفس t لأي عشانه نفس الخيط طيب الناحية التانية حضرتك هنا t one وهنا t one جميل واحدا قال لي جميل ادخل على المسألة بقى واحدة واحدة خليك هنا الاول ثم هنا او هنا ثم هنا براحتك يعني خليك في المعيلة دي او في العدلة مش مهم اشتغل هنا ال r بتساوي 96 حتساوي 48 رو 3 ويمين بيساوي شمال يبقى t one plus mu one r one equals 96 sine 30 طبعا t one مش عارفها plus mu اهي رو 3 على 6 r one 48 رو 3 اهي وهنا 96 times sine 30 48 طبعا حشارة تبديم عدية تطلع 24 رو دي الناحية التانية يبقى t one بتساوي 24 كل داشة اجيب t one اه t one ده بكان 24 يبقى ده كمان بيساوي 24 بجد ايوة هنا بقى فوق بيساوي تحت انا في الهوريزونت الهين فوق بيساوي تحت يمين بيساوي شمال يبقى t two plus mu two r two بتساوي t one t two w mu two one على three r two 27 t one 24 لسا جايبة حشارة تبديم عدية تطلع nine حوال دي الناحية التانية ال w تطلع بتساوي 15 هتبص كويس جدا على المسألة 13 اللي قدامك دي الاجابة بتاعتها طالع 15 بتركيز انا عملتها على كذا مرحلة وكذا حتة طبعا هي مسألة قوية جدا بس برضو انت محتاج واحدة واحدة كده علشان انت تقدر تستوعبها كويس اسمع 14 14 بيقول لك horizontal force of magnitude 50 newton acts on a body placed on a rough horizontal plane طيب يعني هنا 50 وموجود a rough horizontal plane وهو جايبة مرسومة وقال لك if the weight of the body 75 برضو وحاطة الرقم فقال لك the coefficient of kinetic 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 وحاطة قال لي الله ايه kinetic ده انا جيب ميو اس طب وإي علاقة ميو اس بميو كي ميو اس اكبر ميو كي هو عايز دي انا ما عرفش اجيبها انا عرف اجيب دي اشتغل شو لك العادي فوق بيسوي تحت r بتسوي 75 يمين بيسوي شمال يبقى ميو r equals 150 50 الار بكم 75 equals 150 50 بس 50 50 هتطلع الميو بتساوي حقسم 50 على 75 بتطلع 2 على 3 دي ميو اس ميو ستاتيك الميو كينيتك اقل مين في الاجابات دول اقل من 2 على 3 بعدها اللي ما نعرف نين ادرب 2 على 3 بالكالك وبعد كده رح عامل كل دول بالكالك هتطلع دي اقل من دي دي الوحيدة اللي هتبقى اقل كلهم اكبر منها وانتو عارفين الميو كي اقل من ميو اس يبقى كده اللي حطها قدام الميو كي هنا تكون اقل من 2 على 3 وهي الاجابة c تلات الاجابة 2 على 3 دي ميو اس لكن الميو كي طلع 3 على 5 حلوة مهمة خلي بالك بص لبعدها 15 الله على جمالها بيقولك البادي ده محتوط في فورسه بتشده هوريزونت الفورسه بتشده اسمها p والبادي ده انا مش عارف وزنه بيقولك if بقى والجملة الجميلة اللذيذة if the resultant reaction belongs to that resultant reaction هي الار داش belong من 6 ال 12 انت عارف اصلا الار داش belong ايوة من R لR root 1 plus ميو سكوارد واحدة اللي تمام فمعلك هذا الار بكام ب6 والار root 1 plus ميو سكوارد بكام ب12 حط الار ب6 يبقى root 1 plus ميو سكوارد equal 12 والدي ناحية تانية بالdivided يبقى root 1 plus ميو سكوارد 12 على 6 طلع 2 اعمل باي سكوارين باي سكوارين هيبقى 1 plus ميو سكوارد equal 4 وقد دي الناحية التانية ميو سكوارد equal 3 حط الروت يبقى الميو بتساوي روت 3 وقد قال الميو ده ratio between حكتين positive وانت عارف الميو هي تان لمدة ايو عارف هو عايز يعرف الميو تطلع تان لمدة بتساوي 60 لكن انا عايزة اقول لك حلقة احلى مشا انت عارف ان ده الماكسموم بتاع الر داش ايو عارف يعني معنى كده الر داش اقدر اقول عليها انها بيلونج من الر روت 1 بلس ميو سكوارد ايو طبعا او اقول ان الر داش بيلونج 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 r وده ممكن لك تبداله r سك لمدة واحنا بنشرح قولنا ايوة يعني معنى كده ان الر بستة اهي الر بستة اهي والر سك لمدة باثناشر طبعا طبعا احط الستة هنا يبقى ستة سك لمدة باثناشر ايه اسم مالا سيكس يبقى سك لمدة ايه اللي بالسك مالو بالسك كوزاين وايه اللي بالتو هاليا هاف واعمل شفت كوزاين للهاف تطلع الاجابة سكستي الهي دي نفس طريقة الحل او نفس الانسر هو هو بس انا استخدمت خانون مختلف تمام نبص للمسألة اللي بعدها حلوة مسألة لطيفة جميلة ظريفة بيقول لحضرتك بادي فو ويو is about to move on a rough horizontal plane rough horizontal rough horizontal by a horizontal force P اهي بادي اهو وزن و طبعا انا عرف انه فوق فيه اكيد R وتشد بفورس اسمها P كده is about to move يبقى بحط الناحية التانية ايوه ميو R جميل قال لحضرتك the graph of static friction between the body and the plane is M جميل another body of weight W plus 3 made of the same material يقصد ايه اتحط على نفس البلاين وهو من نفس المaterial يقصد الميو بتاعت البادي ده هي نفس الميو بتاعت هنا يعني لما اجيب يعني لما اجيب بادي تاني وازلو W plus 3 وطبعا هنا فيه R خلي بالك بيه R2 دي R1 بقى مشانا هنا ال R W لكن هنا ال R بتسوي ده وشديت بفورس أنا عارف فوق بيساوي تحت عارف اليمين بيساوي شمال شيردي وحطها مكان R1 يبقى ال P بتساوي ميو W حطيت ال W بادي ال R1 تعال هنا فوق بيساوي تحت يبقى R2 بتساوي W plus 3 يمين بيساوي شمال يبقى P داش equals ميو R2 وال R2 ال R2 بتساوي W plus 3 دخل الميو عليهم يبقى ميو W plus 3 ميو وانت تعلم تماما ان الميو W هي P فقدر اشيل الميو W من هنا وحط ال P فتبقى اني جابها P plus 3 ميو يبقى كده ال P داش الفورس اللي عتشد هنا عتشد الكتلة اللي هي W plus 3 هي P plus 3 ميو اللي هو الاختيار الاخير D دي كانت المسألة 16 وتوكلنا الله كده جماعة وهنشوف مع بعض باقي المسألة ان شاء الله وحضرتك ايه ده شوية كده بقى واشرب حاجة وقعد حل المسألة دي تاني بايدك وبعد كده ادخل على شوية المسألة الفضلين عشان ان شاء الله تعمل انجاز حلو يعني يلا يا ابطال بنكمل يلا يا حلوين ان شاء الله خير كل ده لرفع مستواكو كل ده علشان يصلك كده يعني تركيز في اللي انت اخدته قبل كده وتقدر تسيطر عليه كويس جدا وتقدر تسيطر على الخبايا بتاعته وتقدر تعرف التفاصيل اللي هي ممكن تكعبلك في الامتحان فان شاء الله ما تتكعبلك وتقوم ماشي حلو بإذن الله يعني اه توقعنا الله وحنشوف مع بعض المسألة 17 حلوة حلوة وعلى فكرة المسألة دي احنا حلينا نفس الفكرة بتاعتها قبل كده بص في بادي هنا وزنه وحد قال لي اه البادي ده حضرتك موجود على بلين ميل بانجل سيت وطبعا ده وزنه و هنا الار extension w cosine وهنا w sine ايه اللي حصل قال لك ان في فورس شدته parallel to the line وgrid stop upwards قال لك الفورس دي بتخلي the body is about to move if the body is about to move when ال-p equal كده or خلا بلك من or دي وهذا ليه ال-nd ال-nd newton دي واحدة unit ملاش ضعه بيك or p equal 4 over 5 w ايه ده خلي بالك الفورس دي موجودة upwards هي الفورس ليه upwards الفورس دي حضرتك بيقولك انها بتخلي the body is about to move لما هي the value بتاعتها كده او كده وهذا يعني اتخلي is about to move وليها 2 value اه هي لها value minimum 2 over 5 w وطرى ما دي minimum ضعيفة يبقى the body is about to move down يبقى the meat or كده وليها value قوية حد قال لي اه ليها value قوية ايوة حط تفاصيل هي هي برضو انا دلوقتي ما عملتش حاجة جديدة انا هيدو بحط التفاصيل بس هي ده من ال cosine c هنا و w sine c هنا ولو بقى p دي قوية فالvalue بتاعتها 4 over 5 وبردو بتخلي the body is about to move بس المرة دي بقى عشان هي قوية فبتخليه maximum يعني فبتخليه is about to move up يبقى mu r تمام قال لك find ratio between tan theta و tan lambda على فكرة tan lambda دي اللي هي الميون حياتة ratio between tan theta و tan lambda واحد يقول لي اللي فوق بيساوي اللي تحت يمين بيساوي شمال واللي فوق بيساوي اللي تحت اللي يمين بيساوي شمال واقعد اللي فوق دور حوالي نفسي كده لغاية ما يجيب theta lambda أو tan theta و tan lambda صح انا عندي لك اقتراح لطيف قوي مش احنا عارفين بتاعة طب مش انا قلتلك بزمتك ان المتوسطة اللي بينهم في النص دي 4 over 5 المتوسطة اللي بينهم في النص واحد قالي مين المتوسطة اللي بينهم في النص دي اللي هي between 2 over 5 و 4 over 5 مين اللي بينهم 3 over 5 W مش انا قلتلك المتوسطة اللي في النص دي بتساوي W sin theta ساعة ما قلتلك لو دي 2 over 5 W كانت ارخم تانية 2 over 5 W صغيرة ضعيفة خلي between اللي بتخلي body is about to move down واللي بتخلي body is about to move up بينهم force add W sin theta بتخلي body at rest body is about to move down و هاد قال لي بجد اه شفت انا جبت مين بقى جبت الساين theta ايه ده الساين theta 3 over 5 ايوه و عملت راينجل 19 هنا theta و هاد 3 over 5 و هنا 4 طبعا و هاد 10 theta المطلوبة تطلع 3 over 4 و هاد قال لي والله انا جبت 10 theta بسرعة قوي ايوه طبعا انا جبتها بالمخ جبتها بالعقل جبتها بتوفير الوقت في مسائل كده يا جماعة انا باعلمها لكو علشان انت في امتحان اخر السنة سؤال MCQ اللي هو multiple choice ايوه لازم سيادتك تبقى سريع فيه في مسائل تجيلك ضخمة جدا انت تبصتها قوي وتحلها في ديئتين بالزبط و هاد قال لي ديئتين ازاي ازاي انا عملت كده انا بصيت كده لقيت 2 over 5 w 4 over 5 w روحت وقت اللي بينهم سيادتها بالW sign theta جبت 10 theta على طول على طول و هاد قال لي تن لمضة جبها ازاي بقى بمنتقة السهولة بمنتقة السهولة و هاد قال لي ازاي نشوف حضرتك عايز تجيب الميو الميو و هاد قال لي الميو اجيبها ازاي اقولك و ركز جدا في اللي انا بقوله ده مش انت عارف ان البيل منيومم بتساوي W sign theta minus mu r والبيل ماكسمم بتساوي W sign theta plus mu r و هاد قال لي اه عارف طب ما خلاص هتعاوض في اي واحدة فيه البيل ماكسمم المديهنك بفورة على 5W وهنا W sign theta وهنا البيل ماعرفهاش والر الرا هي الرا هي الرا هي W cos theta W cos theta و طبعا حشته بالW هقسم على W هقسم على W هقسم على W خلاص بقيت هنا فورة على 5 والsin theta هسه جايبها الثانية على 5 بلاس و الكوزاين theta بآ فور على 5 صح واحد قال لي صح ميو هوادي الناحية التانية يبقى 1 over 5 بتساوي 4 على 5 ميو الميو هتطلع بتساوي أيوة 1 على 4 جبت الميو بكام ببقى اعمل بقى ريشيو هنا 3 على 4 ريشيو وأنا على 4 تطلع 3 على 1 أو 3 2 1 و طبعا اختار الاختيار D أنا عملتها ببساطة وبسرعة وبشيء خفيف كده ما يتعبكش ما دخلتش أنا في الاختيار الفوق بيساوي تحت يمين بيساوي شمال و عد تفتي بقى و ضايع وقت تمام بصوا معي المسألة ايتين لبعدها دي مسألة بقى ايه بيضحك بها عليك يكتب 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 و بيقول لك ساين سيتا بال 3 على 5 طبعا السيتا يلي الانجل تحت دي و قال لك البادي ده وزنه خمسة جميل اهو وزنه خمسة و قال لك والبادي ده انا جبت هنا بارير بارير اللي هو زي حاجز كده او يعني خشبة كده مثلا مثلا يعني وربطت فيها طرف خيط وربطت الطرف التاني في البادي فبيسألك و بيقول لك التنشن في الخيط كام و بعد يقول لي التنشن في الخيط كام ايه ما اعرفه ازاي عادي بقى تعمل R فوق بقى و W كوزين سيتا تحته وتعمل هو إزباوت موف داون يبقى ميه R لفوق و شغل كده طب انا بقى هفكر في حاجاتنا تانية ايه دا كاوفيشن افستاتك فريكشن بتوين دا بادي ان دا بادي از او بوينت ايت وميدي لك الميو طبعا تعرفين ميو هي تنم دا يعني دا شيء معروف وعلى فكرة الساين سيتا بثري على فايف لو انا نسمت له تراينجل ناينتي وحطي تانية سيتا هيبقى تان سيتا بثري على فور ودي فور على فايف ودي ثري على فور او بوينت سابنتي فايف عايزك تبص مين اصغر ومين اكبر دا او بوينت سابنتي فايف اقل من او بوينت ايت او بوينت سابنتي فايف اقل من او بوينت ايتي صح يعني معنى كده ان تان سيتا اقل من تا اللمضة يعني سيتا أعلم اللمضة السيتا لما تبقى أعلم اللمضة راجع كده ستذكيره عندك راجع معلوماتك حيبال بادي ماله أترست البادي ماله أترست البادي أترست آه لا يتحرك آه يعني نونيد بقى إنك تكون يعني الخدة اللي لازمة عندك ما فيش احتياج ليه أصلا دلوقتي بادي محطوط على بلاين والبادي ده مريح أترست لا يتحرك لا يتحرك مش هيتزح لأ حضرتك لما تديب بارير هنا خشبة كده وتيجي على طرف الخيد ده تربطه هنا والطرف التاني تربطه هنا الخيد ده أصلا مش مشدود أصلا هو الخيد يتشد إمتى لما يكون الجسم حقيقي أو أنت بتلحقه فالخيد بيتشد عشان يلحق الجسم لكن دلوقتي الجسم ده أترست ساكن مكانه لا يتحرك هو مريح مكانه أنت حاضد كده جسم كده على بلاين والجسم ما بيتحركش اربطه بخيط إيه لا يخالي خيط يتشد أو إيه لا خلييني يشد الخيط أنت تشد الخيط في حالة الجسم حيتزحلق ويقع لكن الجسم هنا لا بيتزحلق ولا بيقع ثابت مكانه ونايم مكانه آه الجسم يكون ثابت ونايم مكانه يبقى الخيط اللي أنا بشد بيه الجسم ده عديم الفايدة يبقى التنشن فيه ملوش وجود واحد قال لي يعني إيه بقى يعني التنشن بكام زيرو يا عم لا يوجد أهمية لهذا الخيط أصلا يعني أنت لو شلت الخيط البادي ده حيقع لا حطت الخيط البادي ده حيقع لا يبقى إيه لازمة الخيط ولا حاجة يبقى الخيط ده مشدود بقوة كام ولا حاجة زيرو بصوا معي المسألة 19 اللي بعدها بيقول لحضرتك فيه بادي كده موجود على البادي ده وزنه زي ما أنت شايف كده 18 موجود على موجود بانجل 60 حضرتك عملت R هنا extension كده وهنا 60 وهنا 18 cosine 60 وهنا 18 sine 60 وحضرتك لغية الويد خلاص اسمع الكلام اللي جاي The body is about to slide حيتزحلق ده يخلينا جيب مين The body is about to slide يبقى الميو بتساوي 10 c على طول والc تاب 60 يبقى 10 60 برو 3 إيه اللي حصل بقى بيقولك والأنجل بينهم 60 البادي حيتزحلق حيتزحلق راح ما قال للأنجل 60 وخليها 30 لما خليها 30 البادي تزحلق استقر بقى مستقر مكانه البادي أترست خلاص بقى إذا كان هنا الأنجل 60 وهو حي تزحلق فلما 60 يقللها وخليها 30 خلاص هو بقى مستقر ومرتح مكانه ولا بيتزحلق ولا حد أصلا قادر يقرب منه خلاص بقى دلوقتي البادي ده لو سبت وروحته مشوار ورجعت حرج عليه في نفس المكانه زي ما هو ولا تزحلق ولا تحرك اهو هنا بقى 30 وهنا 18 كوزين 30 وهنا 18 ساين 30 وبيسألك خلي بقى لك البادي ده مستقر أنا دلوقتي بأتكلم معك في نقطة مهمة البادي مستقر ساكن مكانه لا يتحرك البادي أترست روحه تعال هتليها أترست خلاص بقى وحدا قال لي طيب إيه اللي حصل قالك خلينا بقى في الحتة المهمة دي المagnitude of the greatest force دي which acts on the body in the direction of line of great slope such that the body shouldn't slide سؤال بسيط هو فين line of the greatest slope واحدا قال لي الحتة دي لا كله اسموا line of the greatest slope كل ال inclined باسمه كده line of the greatest slope واحدا قال لي جميل هو لما يكون في بادي هنا وأنا أقول لك should البادي ده بس البادي ده أنا مش عايزه shouldn't slide يعني shouldn't slide shouldn't slide دي معناها is about to slide دي معناها is about to slide راجع لمعنى الإنجليش كده في مخك shouldn't slide ما يصحش أنه يتزحلق ما ينفعش يتزحلق يعني ما يفعش يتزحلق زحلق ألا لكن ممكن يكون is about to slide لكن يتزحلق sliding لا shouldn't slide معناها is about to slide البادي ده أصلا مستقر لما يجا شده بفورس وخليه is about to slide أكيد مش هشده على فوق البادي المستقر يا جماعة طول العمر الجسم المستقر لما تحب تحركه الفوق تشده على فوق الجسم المستقر لما تحب تحركه لتحت تشده على تحت الجسم المستقر لما تحب تحركه يمين تشده يمين الجسم المستقر لما تحب تحركه شمال تشده شمال ده جسم مستقر أتريست لما تحب خليه is about to slide عايزه يتزح لا فلازم أشد فورس لتحت وساعة ما تحلي is about to move down is about to slide يبقى ميو R العكس بس فوق بيسوي تحت طبعا دي خلاص عملت الريزوليوشن فوق بيسوي تحت يبقى R بتسوي 18 كوزاين 30 18 كوزاين 30 حاسبها كالكوليتر بتطلع 9 روت 3 يمين بيسوي شمال T plus 18 sine 30 equals mu R T مش عارفها plus 18 sine 30 كالكوليتر ب9 هو مديني الميو لا ده اللي تعبته جبته الميو روت 3 والR اهي 9 روت 3 يبقى T بتساوي هحسب ليه كالكوليتر 27 ونودي ناحية تطلع T بتساوي 18 ولو فيه اربع اختيارات طبعا اختار 18 خلي بالك يا ابني خلي بالك يا بنتي خلي بالك يا باشمهندس خلي بالك يا باشمهندسة shouldn't slide يعني is about to slide خلي بالك الجسم المستقر لما حب خليه is about to slide is about to move down هشده لتحت عشان كده الفورس شدتها لتحت واحد قال لي طب افرد انا غلط يعني وحطيت الفورس غلط هيحصل لي ايه وانت بتحل هتلاقي التنشن فورس او الفورس بتاعتك طلع لك بالنيجيتف ولما الفورس في المسألة تطلع لك بالنيجيتف الاجابة عايزة تقول لك الاجابة عايزة تكلمك وتقول لك انت حاطت الفورس في الرسمة غلط لما التنشن فورس او الفورس تطلع معك بالنيجيتف يبقى المفروض الفورس تتحط في الرسمة العكس ان شاء الله خير نبص مع بعض المسألة 20 مسألة جامدة مسألة قوية اشتغلنا في الفكرة دي قبل كده عايزك تبص معي طبعا انت عارف ان هنا 2C A وهنا C A عارف طبعا 2C لو انت عملت كده هتقبقى هنا M sine 2C وهنا M sine theta وطبعا لو عملت هنا R سميت هنا مثلا R1 وهنا M cosine 2C وسميت هنا R2 وتبقى هنا M sine theta وهذا اللي تمام وانتو عارفين التنشن دايما باصص للبولي ده T هو نفس الخيط يبقى نفس التنشن كل المطلوب من حضرتك بس تقولي الحركة ازاي طبعا انت تعلم ان الصين آه الصين مالها حضرتك لازم تكون عارف الموضوع ده sine theta sine to theta طبعا هما الاتنين دول واحدة فيهم اكبر من التانية two theta اكبر ف sine to theta اكيد اكبر من sine theta واحدة قال لي طيب يعني معنى كده ان الجسم هيتحرك في الاتجاه ده ايوه وطلع ما اتحرك كده بالمو r عكس الحركة مو r1 واحدة قال لي طيب هو المو هنا غير المو هنا شوفت الجملة دي هما الاتنين same material وموجودين على talking climb planes have same roughness يعني ايه يعني الاتنين bodies نفس المتيريال ومحتوطين على الاتنين planes نفس ال roughness نفس الخشونة يعني معنى كده نفس المو ايوه وطالع ما ده يتحرك لتحت يبدأ حيشد ده الفوق يبدأ حيتحرك لفوق يبدأ المو r العكس واستعملت نفس المو عشان same material same roughness وهذا اللي اتعبلي دلوقتي بقى اشتغل على اي plane يعجبك تعالا اشتغل على plane بقى ده او ده مش فيش فرق يعني خليك هنا الاول زي بعضه r2 بتساوي r2 equals m sine theta يمين بيساوي شمال t بتساوي mu r2 plus m sine theta وبعد كده t equal mu r2 اهي m sine theta اهي plus m sine theta واحد قال لي طيب و دي m cosine اجبعا دي cosine اصلا دي m cosine theta sine هنا cosine هنا يبقى r2 بتساوي m cosine theta تمام واحد قال لي تمام هنا برضو m cosine theta خلصت اه في واحد اقترح عليها اخد m common يعني يمكن يكون في حاجة تساعدني لكن انا مش شايف اي حاجة بتساعدني ومش شايف اي منظر المسألة يدل ان فيه يعني حركة سريعة اقولت اروح لجزء التاني الجزء التاني فوق بيساوي تحت يمين بيساوي شمال يبقى r equals m cosine 2 theta طب يمين بيساوي شمال t plus mu r2 r1 r1 equals m sine 2 theta جميلة t معرفهاش equals m sine 2 theta هاو ديدي نحية تانية بالminus minus mu r1 m cosine 2 theta يبقى t equals m common يفضل sine 2 theta minus mu cosine 2 theta وبعدين هشيل تي وحط ده بجد هشيل تي وحط m mu cosine theta plus sine theta اه يعني انت شلت ال m وحطيت ده اه equals m sine 2 theta minus mu cosine 2 theta وطبعا واضح جدا ال m راح اتمع لهم ففي ناس اخترحت عليها قيتلي بقولك ايه قلت لهم ايه قالوا لي ودي المي عند بعض يعني المي يروح عند بعض والبقين يروح عند بعض يعني كده هدخل بقى اودي المي وكوزين 2 theta ليه بالنجد فتروح نحية التانية بالبصدر هنا في ميو كوزين theta جايلها ميو كوزين 2 theta تمام equal واحدة ليه تم تاخد ميو common اخد ميو common sine 2 theta هيروح لها مينس sine theta كل اللي انت هتعمله هتاخد منها الميو common ايوة وهتفك دي double angle هتفك الكوزين theta 2 كوزين squared theta minus 1 وهذا اللي انت فاكيت مين انا فاكيت دي خدت الميو common برا وفاكيت دي طب دي فين اكتبها ودي برضه هفكها ده بالانجل 2 sine theta cosine theta minus sine theta طيب دول هعملهم factorization ايوة كده 2 cosine theta وهنا cosine theta 1 1 وهذا اللي فاكيت ده اعملوا كالكريتر ازاي انت بتعمله بالاكويشن على كالكريتر بتدخلها وتعمل factorization وكأن الكوزين theta دي هي الـ x يعني كانها 2x power 2 plus x minus 1 فبتدخل كويفيشن لهمة 2 وال1 والنيجيتي تعال هنا خد sine theta common هيفضل 2 cosine theta minus 1 طبعا احنا احنا بنشتغل وبنحل اثناء السنة بعملك حصص معينة بعلمك ازاي تستعمل الكالكريتر علشان تحل السؤال بسرعة في الامتحان وتتأكد انك حال صح وفي طريقة بعلمها لك تحل الاسئلة على الكالكريتر من غير ما تحل بالقلم اه بعلمك كده طبعا احنا ما عايزين للمدرجاتنا نتعلم ونفهم ونفهم القوانينجات ازاي ومنين زي ما احنا بنعمل طول السنة وبعد كده حضرتك بتحل معي كمية مسألة حلوة كمية مسألة عالية كمية مسألة صعبة بتاخد مسألة اول طالب طول السنة علشان انت تقدر ترفع من المستواك اثناء المراجعة بشرح تاني من الاول بعد كده بتحل كمية مسألة كبيرة وبعمل لك حصص أثناء السنة وبرجح لك تاني في المراجعة يعني بعامل لك مرتين مرة أثناء السنة ومرة في المراجعة حصص بتعلمك ازاي تحل المسألة بالكالتوليتر ضروري بص معي دول راحوا مع بعض واحد قال لي مين بقى اللي راحوا مع بعض انا عملت هنا دي مينس و دي بلس واحد قال لي اه ركز بقى كده دول راحوا مع بعض واحد قال لي يا سلام ايه اللي فاضل بقى فاضل هنا ميو كوزاين سيتا بلاس وون ايكل ساين سيتا هتبقى الميو الوحدها يبقى الميو بتساوي ساين سيتا اوور كوزاين سيتا بلاس وون او وون بلاس كوزاين سيتا ما تفرقش وطبعا ترى وبصف في الاختيارات هتلاقي نفسك بتختار الاختيار سي بعد التعب الشاق في المسألة القوية دي مسألة حلوة قوي نبص مع بعض المسألة اللي بعدها 21 21 مسألة حلوة جدا وعايزك بركز جدا معي علشان تبص على تفاصيلها هي جزءين الجزء اللي أولاني بتاعها رف والجزء التاني بتاعها مش رف يلا نبص مع بعض على المسألة اللطيفة دي بيقولك ده انكلين وده انكلين واحد قال لي المنظر المرعب ده ولا ههمك يا عم ده سموث البلين ده سموث وده رف واحد قال لي طيب خلاص بقى نشوف بقى السموث هنا عندك R2 مثلا وهنا الوزن البادي ده موجود والوزن بتاعه كام قالك البادي ايه وزنه 30 والبادي بي وزنه 10 ده وزنه 10 يبقى هنا 10 10 كوزين 30 وهنا 10 ساين 30 وطبعا التنشن هنا اكيد يعني بصص البولي او ده التنشن ايه اللي حصل بقى قالك التاني ميل محدود على انكلين بلين ميل بانجل سيتا وساين سيتا بثري على 5 اللي هناك اللي هو الايه وطبعا الايه ده وزنه 30 فطبعا هنا هقول R1 وهنا 30 كوزين سيتا وهنا 30 ساين سيتا بيتا تمام واحد قال لي تمام وبعد كده قالك بقى ايه التو باديس دول ار كونيكتد بسترينج زي ما انت شايف كده باصل اوفر سموز بولي فيكسد ادى بوينت اف كونتكت اف تو بلينز اللي هي البولي اللي في النص دي ايه ده سيستيم ازا باوتو موف ذن ده كوفيشن دو بادي ايه طبعا الزحلقة باينة اتجاه هباين دميل كده وده شد مش مقولوا hadi ت Counter كده يعني اكيدło هيتحرك في الاتجاه da واحد قاللي اده بيتحرك كده يبقىめur العكس اوعى اوعى تغلط اوالب يكم باعث ايه اعملời انت بتكلوب بجد اواللهي مفيش استان فريكشن لا يوجد ميو ار ولا فورسة فريكشن حتى هنا مفيش حاجة خالص وهذا قال لي يعني اشتغل عادي جدا اللي فوق بيسوي اللي تحت ايوه ويمين بيسوي شمال يبقى التي بتساوي 10 سين 30 اللي هي 5 التي دي بكام بخمسة يبقى تي دي كام بخمسة برضو مع نفس التي وهذا قال لي طيب يبقى الميو ار العكس بقى ادي الفورسة فريكشن اللي وصلت للحالة الماكسموم الميو ار العكس يلا بينا على التاني على الراف بلاين انت موجود على الراف بلاين فوق بيسوي تحت ار ون بتسوي 30 كوزاين سيتا وانا عارف ان الكوزاين سيتا هعرف اجيبها من السين سيتا السين سيتا ايه يبقى كوزاين سيتا فور على فايف يطلع 24 يمين بيسوي شمال ميو ار ايقلز تي بلاس 30 سين سيتا ايوه الميو بكام مش عارف هو عايز الميو ار وان بكام ب24 ايقلز تي ايوه تيب خمسة بلاس 30 سين سيتا ب3 على 5 يبقى ميو ب24 دول مع بعض 18 23 الميو تطلع 23 على 24 23 على 24 وهذا هو الاختيار المزبوط دي المسألة 21 ما فاضلش كتير مسألة 21 ما فاضلش كتير نبص مع بعض المسألة 22 بص يا حبيبي المسألة 22 مسألة لطيفة جدا انا كنت قلتلكو حاجة ان لما يكون عندكو وزن موجود على inclined rough plane والinclined rough plane ده معين بانجل سيتا وانتو عارفين المجرى في انجل اللامضة هي الانجل فريكشن قالك ده مجنيتود and direction of the least force لما يكون عندك least least force on horizontal plane فدي بتساوي أيوة w sine lambda وهدقال لي دي اه عملتلكو إثباتها لو انتو فاكرين عملتلكو إثباتها في الكتاب عندكم وهدقال لي تمام يعني هو لو جابالي في الامتحانة يجبلي إثباتها لا لو جابالك في الامتحانة هيقول لك least force on the inclined plane أو horizontal plane تقوله w sine lambda على طول لكن لو قالك least force on the inclined plane makes the body about to move up تقوله بتساوي w هي هي sine بس ازود لها c تبقى c تبقى c تبقى sine lambda c تبقى c تبقى دي المسألة اللي حضرتك المفروض تبص عليها هنا في المسألة 22 رأيي الشخصي انت في الامتحان المفروض مش هيجبلك إثبات دول اللي نبقاش فيه prove that خلاص لازم حضرتك تكون حافز دول لو قالك least force on the horizontal plane على طول تقوله w sine lambda والإثبات زي ما عم تقولك قبل كده least force هنا only inclined plane اللي بتخلي هي w sine c plus lambda وهدي قولي تبديجات منين هو جات منين دي حتطول شوية وعايزة واحد بلو طويل بس كل اللي حضرتك تفهمه اللي أنا هعمله ده اللي أنا هعمله ده هو يعني للفهم لكن هو في المتحان مش هيعذبك العذاب ده لأنه ما بقاش فيه في المتحان إثباتات خلاص فأنت احفظ من شكلها كده وتفرج عليها بص هو inclined plane عامل كده ودي الويت ودي السيتا وهنا الار وهنا سيتا خلي بالك بقى طبعا هنا w cosine سيتا زي ما انت عارف وهنا w sine سيتا زي ما انت شايف وال force اللي هي least force محدد ليش اتجاهها لو محددش مكانها فأنا بحطها ميلة كده add least force ميلة خلي بالك ميلة هنا مثلا بانجل اي حاجة يعني هو قال لك انها هي ميلة بانجل ولتلكم مثلا اي الف اي حاجة وهتروح رايح وهنا هي ليه ميلة لان انا معرفش انها على line of greatest slope وما قالش طب هي فين مكانها معرفش طب مش هي ممكن تكون على line of greatest slope ساعتا وانت بتحل الالفا تطلع بزيرو بص حضرتك توكل على الله بقى بالراحة كده وعملها resolution يبقى t cosine alpha وهنا t sine alpha ولغي t وطبعا هي بتخلي body is about to move up يبقى mu r اتجاهها عكس الحركة اللي انت فهمتها هي الحركة نوعية الفوق يبقى يلتحت طيب حنساوي الفوق بالتحت بالr plus r plus r plus t sine alpha عشان دي اللي موجودة equals w cosine theta واندي الناحية التانية بالr بتساوي w cosine theta minus t sine alpha عظيم قال لي عظيم طيب يمين بيساوي شمال يبقى mu r plus w sine theta equal t cosine alpha الميو معرفهاش وعلمتك حاجة أستاق ما احنا شغالين يعني لما عملنا الشابتر ده ان لما يجبلك مسألة ما فيقاش أرقام بدل الميو مرتين مرة تشيلها وتحط تان لمدة ومرة تشيل التان لمدة وتحط سين على كوزين هي مش التان سين على كوزين واحد قال لي اه طب يلا بينا شيل الميو وحط بدلها تان لمدة وشيل التان لمدة وحط بدلها سين على كوزين واحد قال لي جميل فينه ال r ال r هي w كوزين سيتا minus t سين alpha plus w سين سيتا ماشي equals t كوزين alpha وماله حضر باليكوشن دي في كوزين لمدة علشان الشكل ده ينتهي بقى حضر باليكوشن كلها في كوزين لمدة طبعا الكوزين لمدة دي رحت معني دخل السين عليهم يبقى w كوزين سيتا سين لمدة minus t سين alpha سين لمدة plus حضر بالكوزين لمدة هنا w سين سيتا كوزين لمدة حضر بالكوزين لمدة هنا ايوة ما نضربطها هنا وضربطها هنا فراحت مع دي هنا t كوزين alpha كوزين لمدة واحد قال لي عامل ايه بعد كده ودي t عد t يعني t هنا بالنيجيب تروح الناحية التانية بالبوزيطف وهنا دول يتجمعوا هاخد w common لما هاخد w common هيفضل سين سيتا سين لمدة بلس كوزين سيتا سين لمدة سين سيتا كوزين لمدة رجع كده اهي w خدتها common فضل سين سيتا كوزين لمدة اهي خدت من هنا w common وفضل كوزين سيتا سين لمدة والناحية التانية مين راح بقى هاخد تي common بصمها الناحية التانية الناحية التانية عندك كوزين كوزين هاي كوزين alpha كوزين لمدة ودي عدت رح لها بال بلس 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 سين alpha سين لمدة حلو هتقالي حلو بالراحة بقى وعلى مهلك هنا w سين كوزين كوزين سين فاكر القانون طبعا وكنت كل ما بعملك حسة وحاجة تراكمية موجودة قديمة انا بستعملها كنت بكتبلك قانون بتاعها جنبها الى جانب من الكتاب عندك اللي هو اللي احنا شغالين فيه كل حاجة انت بحتاجة كنت بتلاقيه في مربع جنبها بص سين كوزين كوزين سين ايوه ده فك مين فك السين ونفس الاشارة والسيتا واللمدة أهم وهنا ت كوزين كوزين سين سين ده فك الكوزين الكوزين بتاكس الاشارة وهنا الافا واللم interconnected انا عايز اجيب الت اللي هي الفرصة بتاعتي الت بتسوي و سين سيتا инов lambda over كوزين الفا вроде lambda واحد قال لي بس انت قلت لنا الليست فورس تطلع اللي هو ده من غير اللي تحت ده حاول لك بقى التي تبقى ليست التي تبقى مينيموم اصغر تي في الدنيا لما يكون عندك فراكشن الفراكشن ده يبقى صغير جدا 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 لما الديناميتر اللي تحت يكبر جدا 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 واحد قال لي ازاي يعني يعني انت مثلا عندك مين اصغر واحدة تلاحظ ان اصغر واحدة فيهم هي اللي بتاعها اكبر ديناميتر يعني كل ما الديناميتر ده كبر كل ما الـ value صغرت طب انا عايز اصغر value يبقى لازم ده يبقى اكبر value لازم الديناميتر بتاعته يبقى اكبر value وانت عارف الماكسيمم لكوزاين ب1 مشانت عارف كوزاين بتوين ناجت ب1 و1 اه يبقى الماكسيمم بتاع دي كام 1 يبقى دي تبقى least لما اللي تحت يبقى ب1 وكده نقدر تحققلك team least او team minimum او least force w sign c tablas lambda اهي لان اللي تحت ب1 في حالة انهي لما تكون least طب هو سأل عن سؤال جريب قوي قال لك least force كام والديريكشن بتاعها الديريكشن بتاعها اللي هو الانجل الفا دي هي قريبة ولا بعيدة ولا بتسوي كام مش انت عارفت ان اللي تحت ده بيسوي 1 اه يبقى cosine alpha minus lambda equal 1 لو عمات شفت كوزاين هيتعلك alpha minus lambda بكام بزيله يبقى الالفا بتسوي مين lambda يبقى least force اللي بتأثر على البادي ده دي الفاليو بتاعتها وعمل انجل الفا اللي هي بتسوي الانجل الفريكشن مع الانكلاين بلاين طبعا مسألة زي دي في الامتحان مايجبش الهم ده كله مايحصلش لازم يكون انا امين معاك واقعي معاك مايعملش كيف لكن ممكن يحط لك السؤال ده في الامتحان كمالتيمت شويس يقولك بتساوي 4 اختيارات ده الاختيار اللي انت هتختاره ده الاختيار المصبوط معلش يا جماعة لازم تشوفوا برضو مستوى ولازم تشوفوا حاجة يعني اتنشط مخوك نبص مع بعض المسألة 23 واحب اطمينكو دي قبل الاخيرة يعني عشان محدش فيكو يتدايق 2 bodies W2W واحد قال لي اه 2 bodies W2W جميل ما لهم دول الاتنين دول محطوطين على محطوطين على inclined rough plane are connected by a string which passing over a smooth pulley fixed in the plane ازاي 2 bodies محطوطين مع plane هو انا خليني بس اقولكو حاجة نكون متفقين عليها يعني plane يا جماعة ده بيبقى عامل زي الترابيزة تاعت الصفرة كده زي المكتب inclined plane كاني رفعت خشبت المكتب على فوق يعني هو inclined plane بيبقى عامل كده اه كاني رفعت خشبت المكتب على فوق وبحط مثلا البادي هنا اه وبعد كده بشد البادي كده force وهنا فيه friction وهنا فيه الر وهنا فيه weight بس احنا بنرسم ايه بقى احنا بنرسم كده المنظر انا برسمه ده انا شايف البلين من الجنب يعني هو اصلا البلين عامل كده الترابيزة عاملة كده مكتب رفعته لفوق فانا بحط البادي كده بعد نوزنه بقى بعد كده الر بقى واشتغل الر واشتغل لكن حضرتك لازم تبقى عارف ان هو لما بيتميل كده حضرتك انت بتبصره من الجنب لما تبصره من الجنب خليك عارف ان حضرتك بتعمل تفاصيلك بالل انت شايفها دي يعني انت بتعمل الحرف بتاعه مع الهوريزونتل وترحو اخد الانكلين بره كده تمام فايه اللي حصل قالك فيه بلين عامل كده البلين ده حطيت هنا بولي وهنا وهنا نزلت طرف خيط قال لحضرتك هنا في وزن اتنين دابليو وهنا في وزن دابليو طبعا اكيد الحركة كده عشان الاتنين دابليو اكبر تمام قالك الكون 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 طبعا هنا الكون البلين ده عامل الانجل سيتا تحت هنا فانا عايز اعرف الانجل دي كام الانجل دي كام طبعا انت عارف ان هنا فيه الو سين سيتا وعارف ان هنا فيه التنشن اصلا اللي بصص البولي وعارف ان هنا فيه تو دابليو سين سيتا الحركة كده عشان ده الاتقل يبقى المي وقر العكس صح؟ طيب والحركة كده عشان ده الاخف هيطلع لفوق يبقى المي وقر العكس تمام؟ وهتقالي تمام طيب حضرتك بقى تعمل لي دلوقتي هتاخد كل واحد منهم لوحده كل واحد منهم على بلاين وتخليه بقى ايه؟ بالراحة كده واحدة واحدة طبعا دي لها الاروان بتاعتها ودي الارتو مثلا عشان الارات مختلفة يعني بصوا جماعة كده هتعمل كده وهتحط هنا السيتا وهتحط هنا البادي وهتعمل هنا مثلا مثلا الو وهنا الار بتاعته واده الو سين سيتا وهنا الو كوزاين سيتا على اساس لنا سيتا يعني وده خلاص وبعد كده حضرتك مشكورا بقى هتحط التي اتجاهها لفوق اهو ايوة والميو ار اتجاهها لتحت اهو بس واحد قال لي طب وبعد كده عامل ايه بقى وبعد كده تحل حضرتك بقى طب انا هحل ازاي؟ عادي خالص أرون بتسوي كده أرون بتسوي دابليو كوزاين سيتا تمام ويمين بتسوي شمالي بقى الت بتساوي ميو ارون بلاس دابليو سين سيتا حلو الت بتساوي ميو عايز اعرفها قال لك فايند الانجر فانكاليشنسيتا لاب anew بديها لك وانوفر رو ثري الار دابليو كوزاين سيتا وهنا بلوس دابليو سين سيتا تات ت روح للبليل التاني وهتقال لي ما هو نفس البليل لأ الجزء التاني بقى اللي هو على الانكلايند هتعمله برضو كده هو هو بنفس الفكرة والطريقة هتحط هنا بس R2 بقى عشان هنا الأوزان مختلفة هنا 2W كوزاين سيتا 2W ساين سيتا وهتروح حاطة التي زي ما انت شايفها هنا لكن طبعا الحركة كانت لتحت في الميء أر لفوق وبعد ما تعمل كده تبتدي تساوي بقى R2 بتساوي 2W كوزاين سيتا وبعد كده يمين بيساوي شمال يبقى T بتساوي ميو R2 بتساوي 2W ساين سيتا يبقى T بتساوي 2W ساين سيتا ودي دي نحي التاني بالماينس يبقى ميو والR 2W كوزاين سيتا كله انت هتعمله انت هتساوي T بالT لانها نفس الخيط فهساوي T هنا بالT هناك التي هنا 1 over root 3 W كوزاين سيتا plus W ساين سيتا حساويها بالT هناك التي هناك اللي هي 2W ساين سيتا مينس 1 over root 3 2W كوزاين سيتا وحتيسم على W اسمت على W اسمت على W اسمت على W اسمت على W هنا 2 على root 3 كوزاين سيتا ودينا نحي التاني بالبسطف وهنا 1 2 وهنا 1 يبقى 3 على root 3 كوزاين سيتا هادي بقى الساين 2 ساين ناقص 1 ساين تطلع ساين سيتا هنزل دي تحت يبقى 3 على root 3 ساين سيتا على كوزاين سيتا طبعا ساين على كوزاين تان سيتا دعلى ده root 3 هيطلع measure of angle سيتا بتساوي 60 مسألة من المسائل الجامدة جدا والقوية اللي هي شديدة يعني طبعا حاجة زي كده في الامتحام برضو احتمالة ضعيفة احنا برفع مستوى انا برفع مستوى دايما لدخلك الامتحان ولازم تدخل الامتحان انت اعلى من مستوى الامتحان بكتير طول ما انت اعلى من مستوى الامتحان هتبص الامتحان لانه تقفى هتحله كله كويس جدا باذن الله يعني تجيب full mark او تقرب منها لو انت ما عندكش غلطات عفوية كده تجيب الفول mark لكن ما دخلش الامتحان وانا مستوية زي الامتحان او اقل منه ما ينفعش ما عنديش الشغل ده بص معين المسألة الاخيرة اللذيذة خلاص بينيني انا عارف انها طولت عليكم بس الموضوع يعني تأسيسي اكتر علشان انت يبقى لك مستوى بيقول لك plane makes an angle of measure 30 كميل above the horizontal its upper portion بس أقسم بقى البلين الجزئين الجزئ اللي فوق ال upper اللي هو اللي فوق رف ده الجزئ ده رف بعد اني بجزء التاني بقى smooth اكيد اه اوه حيقول طبعا انت لازم تقرأ ما تعتمدش على فهمك يانا لازم تقرأ قالك البادي ده 24 اللي موجود في الرف is placed هناك the lower أي والجزء بقى lower portion للناحية التانية والجزء التانية والناحية اللي تحت يعني is smooth and the body is 12 24 و 12 جزء من البلين rough محطوط عليه 24 جزء من البلين smooth محطوط عليه 12 وقال لحضرتك the two bodies are connected with a light string تربط بينهم بخيط ده خيط بينهم الخيط ده بينهم ده خيط ما بينهم تمام هذا قال لي تمام طيب and the system is about to move it's about to move أكيد down أكيد about to move down طبعا إذا coefficient of static friction between the body find أو then the coefficient of static friction عايز يعرف coefficient of static friction between the body and the rough plane and the body on it كام عايز يعرف بتاعت الجزء rough كام واحدة اللي مش عارف لا مش حاجة صحيح مش عارف حضرتك عندك هنا R1 الراحة وعندك هنا أيوة W كوزين 30 وعندك هنا W sine 30 صح صح وده تنشن الخيط جميل أهو دايما لو عندك بولي فالتنين تنشن بصين لبعض ودايما لو عندك والتو باديز والتو باديز دول أيوة بينهم خيط فالتنين تنشن بتوع ده وده بصين لبعض هيقول لي يعني إيه بقى حقول لك طبعا هنا مفيش ميو أر ليه علشان ده smooth آه مش أول مرة حل smooth ها smooth فوق بيسوي تحت يمين بيسوي شمال يبقى تي بتسوي 12 sine 30 يعني 6 يمين بيسوي شمال تمام روح بقى للرف بلين على الرف بلين يلا بين بتركيز هنا R2 ايو وهنا 24 cosine 30 وهنا 24 sine 30 ايوه حضرتك هو بيتزحل للتحت يبقى المية قارى العكس تمام واحدة قال لي فين التنشن بقى هنا بقى فيه تنشن تاني تي واحدة قال لي التنشن تاني ده ايه على قطب ده أدو انا حديكم جزام بالأهبل يعني لو انت عندك بولي كده وفي خيط كده مثلا وخيط كده مثلا مش الاتنين تنشن بصين للبولي آه زي ما اتفقنا قبل كده طب لو انا فردت ده ده روح تفرده كده هوريزونتل مش التنشن ده هيبقى اتجاهه كده يبقى دايما دايما نفس الخيط لما يكون محتوط between two bodies هنا وهنا هليك عارف النفس الخيط بيكون التنشن فيه هو هو متساوي يعني وبصين لبعض يعني ايه يعني هنا في تي ايوه بص بقى على الانكلايند رف على الرف جزء الرف يعني فوق بيساوي تحت ديبقى R2 بتساوي 24 كوزين 30 يمين بيساوي شمال يبقى T بلس 24 ساين 30 بتساوي ميو R الناحية التانية التي انا جايبه هنا بستة يبقى ستة 24 ساين 30 12 الميو عاوزها ال R 24 كوزين 30 اهي هنا 18 ميو ودي كالكليتر 12 روت 3 يبقى الميو هتساوي 18 over 12 روت 3 هتطلع باي سيكس 3 باي سيكس 2 هتطلع روت 3 الميو طلعت روت 3 على 2 الميو طلع دي المسألة 24 اه الميو طلع روت 3 على 2 مظبوط اللي انت شفت قدامك ده تجميع لبعض مسائل مهمة وقوية وصعبة تجميع من كتب خارجية كتير تجميع من مواقع وزارة كتير تجميع من مواقع نجوة ومواقع مش عارف ايه ومركز قومي انتحاناتهم انتحانات استرشادية وافكار من اتحانات السلفات تتواء واء 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 اللي انا عامله ده كله علشان حضرتك تشد حيلك بقى وتقوم كده على حيلك وتقول انا خلاص بقى انا سويا عم مع المرياضة انا دلوقتي لازم اكون على قد المسؤولية واتحرك واشتغل حضرتك دلوقتي اخدت شابتر وان ستاتيكس وخلصته وخلصته حضرتك تقعد السمر دي تقعد كده تبسكها بمزاج تمسك الافكار بتاعتها والقوانين بتاعتها وتقعد تكتبها فرقة كده وتزبط حيلك تقعد تبص على المسائل دي وبعد ما تخلص تمسك الكتاب بتاعك بقى بتاع اللي احنا شغالين به لو اكتب السنة بتاعتنا يعني وتقعد تذاكر المسائل التقيلة اللي انا كنتم اديها لك تحل كده كم مسألة من الهومورك علشان اللي كانوا وقفين معاك وانا صلحتهم معاك حضرتك تقعد تحلهم خلاص عايز تزود شوية حل افتح المعاصر زود شوية حل حضرتك في مسألة وقفت معاك ابعت على جروب الاسئلة بتاعنا اللي احنا عاملينه عشان الاسسن تلوده عليك في اي وقت انت عايزه كده يعني لازم يبقى عندك شغل المحترم بتعمله لازم تخاف على مستقبلك انت بتجهز نفسك لكلية محترمة انت بتتمناها يبقى لازم تكون على قد المسئولية وعلى قد مستوى اللي انت بتعمله وان شاء الله بإذن الله تفرحهم في البيت وتفرح نفسك والمجموع الحل ان شاء الله بإذن الله السامري الجاية على تشابتر وان صوليد اللي انا خلصته برضو وان شاء الله تشابتر وان صوليد برضو هنعمل بنفس الطريقة قوانين ومسائل وحاجات شدوا حلقوا يا جماعة وربنا معكم ان شاء الله واللي انا بعمله ده عايزه ما يعديش علفادي كده عايزه يعدي عليك وانت مستفيد شوفك على خير ان شاء الله السلام عليكم